موسيقى اللي باعك بيعه واللي سابك ما تفكرش فيه لانه لو كان في الخير ما كان رمه الطير وطول ما انت قلبك سليم ونيتك صفية هتلاقي ربنا بيعوضك بنا الشبهك هيكون لك سند وضهر وقت شدتك اهلا وسهلا بحضرتك في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل النهاردة في تفاصيل عندنا اكتر من فكرة فكرتنا الاولى هيكون ضفنا فيها الفنان الشاب احمد الدمردش هيحكي لنا عن تفاصيل غيابه عن السحر الفنية كتول السنين اللي فيتيت ديه ورأيه في بعض الفنانين الكبار اللي مسل معهم فكرتنا التانية هيكون ضفنا فيها فضلة الشيخ ابراهيم الدسوقي واحد من علماء الازهر الشريف واللي هيكلمنا عن فضل الصدقة الجرية ودورها في فك الكروب شفاء الامراض تيسير الامور ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الابار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين فكرتنا التالتة هتكون دفتنا فيها خبرت التغذية العلاجية صار المهدي واللي هتعرفنا ازاي نحصل على جسم رشيك ومسالي طيب قبل ما اطلعوا نشوف تقريرنا مع الفنانة احمد الدمرداش خليونا برضو نتكلم عن الحالة الصحية اللي بيمر بيها الموسيقر الكبير حلم بكر واللي هو احد اعمدة الفن عشان برضو نوضح حلم بكر وانه ابدي ايه السيرة الزاتية بتاعته عظيمه خلينا نقول شوية نفسه عن حياته هتلاقوا عنده اكتر من تمانية واربعين مصرحية غنائية من ابرزها سيدتي الجميلة وحواديت وموسيقى في الحي الشرقي يعني طول الوقت محدش يقدر ينسى الحانه هتلاقوا موجود في الفوزير مع الفنانة شرهان وفرقة سلاسة اضواء المصرح وغيرهم كتير على مدار الفترة اللي فاتت كان موسيقار حلم بكر طريح الفراش ولتبين انه غير قادر على الحركة تماما بعد دخوله قعد المستشفيات وبعد شهر واحد خرق على كرسي متحرك بنا يشفيه يا عفيه ولكن احنا اتفاجئنا ان السيدة سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلم بكر عملت محضر حررت محضر بلاغ رسمي ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بتتهمه بالتشهير والإساءة اللي سمعتها علشان كده كان لازم تكون معايا مدام سماح القرشي عشان ترد وتقول ده حصل ليه مدام سماح القرشي يا معانا دلوقتي معانا مدام سماح مدام سماح مساء الخير اهلا بحضرتك وكل ساونت طيبة كل ساونت طيبة اهلا بحضرتك وكل جمهورك الجميل اهلا بيك يا حبيبتي اهلا بيك في الحقيقة علينا كلنا يا رب في الحقيقة يمكن خليني في البداية كده اسألك ويتطمينينا عن حالة المسكر الكبير حلم بكر ما هي هو تعبان حضرتك قلت التفاصيل شوية من شوية في الحالة تعبية هو مش قادر على الحركة وطول الوقت بيتشكة من أعضاء جسد والحمد لله مبارح أصدقائه خرجوا له قرار بعلاج على نفقة التفاصيل في أحدى المستشفات العسرين عظيم فإحنا كده الحمد لله تطميننا ومجرد وقت بسيط ساعات قليلة وهنمقله المستشفة ان شاء الله وربنا يتم شفاه على خير ويشفيه ويقوم بالسلامة يا رب أمين النهاردة عملتي محتر ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهنة الموسيقية هو مش النهاردة هو ده هناك أن علاء فيه بيان صدر من يومين من نقيب الموسيقين نقيب المهنة الموسيقية بإثاءة وكلام غير حقيقي يعني حاجات مش كويسة ضدي بإسميه بتصريح زوجة حين يدكر وكتب سماح البيان ده إحنا أرناب الفعل اللي هو قال أنت استعنتي ببلطجية وهو قال كمان أنا مش عايزة أوضح أكتر من كده ومش عايزة أتكلم وأنا عارف حاجات كتير هو كتب كده في البيان فعلا هو حضرتك فعلا استعنتي ببلطجية قبل كده لأ طبعا ما حصلش ده وعندي من الدلائل والمستندات والصور والفيديوهات من يقول أن مين كان بيبلطج على مين مين اللي كان بيتم البلطج عليه وهو قاعد في بيته بس ما علينا من ده دلوقتي لأنه مش هو ده موضوعنا هو موضوعنا البلاغ أنا عملت البلاغ ضد نقيب المعنى الموسيقية لأنه صدر بيان من 48 ساعة تقريبا بالإثاءة والتشهير لها طبعا حدلك بناءا عليه هو كتب في البيان كده يا أساس يا مدام سامح كتب وجاب سلة بلطجية والكلام ده وقال كمان أن الفنان حلم بكر استنجد بي يا مدام سامح ده ظهر للجمهور كله وإحنا قريناه بالفعل تمام الأستاذ حلم بكر راجل تعبان ومريض وما يصحش بنزج باسمه في الموضوع ده في الوقت الحالي مش هتكزقته أيها طبعا طيب إنك حضرتك فعلا بالفعل حصل إنه فنان الكبير حلم بكر استنجد بمصطفة كامل ناقب المهن المسكية ما حصلش ده بس كده حضرتك عايز يسمع منك ده حصل ولا ما حصلش بس إحنا كان عندنا خلافات زوجية زي أي اتنين عندهم مشاكل زوجية في الحياة حظيم مش كل اتنين عندهم مشاكل بيروح يجيبوا بلطجية وبيروح يعملوا الحاورات لكن ممكن كل اتنين عندهم مشاكل ربنا ببعت لهم ناس أشرار طبعا يزودوا النار أما بالنسبة للبلطجية ومش بلطجية هبعت لحضرتك صور وهبعت لحضرتك فيديوهات تقول مين اللي بلطج على مين للجمهور وللناس كلها بس لما أستاذ حلمي يقول لي أوكي بعد فهمت يعني أستاذ حلمي نفسه رافض الطريقة اللي بيتكلم بيا نقيب المهن المسكية وأستاذ مصطفة كامل طبعا وبناء عليه قال أنا مش رايح وستشفى نقابة عشان حصل وحصل وحصل ورفضوا قال داعيب وقال له كل الصحفيين اللي جات له كده طب إيه اللي وصل فنين مصطفة كامل اللي هو يعمل مع حضرتك كده لأ معرفش يعني أنا مش هتكلم في تفاصيل تخص الموضوع ده لأن الموضوع ده مع القضاء حاليا لكن حضرتك ثلاثة مني نقطة يا وسط للقضاء يا مدام ما سمع لا يعني أوهق مش هتوصل للقضاء يعني هي دلوقتي مش محضر مبارح بكرة هينسي الجلسة في القضاء هو اللي هيحكم مدينة طب إيه موضوع 150 ألف جنيه طبعا أنا عندي ثقة كبيرة جدا في قضاء مصر وفي عدالة القانون بتاعنا وعندي ثقة كبيرة جدا أنه ما فيش حد في مصر وفوق القانون طبعا طبعا وربنا يقل الرئيس يعني الحمد لله ما فيش حد بيتاكل حقه في البلد ده والرئيس موجود السكة تماما أنه بلادنا بلاد قانون وحقك رجع طب موضوع 150 ألف جنيه ممكن توضحه ولا موضوع 150 ألف جنيه في النقابة للعلاج أيوة وأنا حسيت أنه كده مش كويس عشان كده أنا مش هروح مستشفى تاني مين من فنونين بيس أعمل سكر لا دي ما فيهاش نص حدرتك لا دي مش وقعة نص دي مش وقعة نص لا دي مش وقعة نص طيب اللي هو مدير أعماله والتنين مليون جنيه وقعة نص آه طبعا يعني دي حقيقة ده نص بو سرقة آه ده حقيقة وقعة نص بايا مدام سمح بعد إذنك اللي يونجلي الرقم ده حقيقي ولا الوقع دي ما حصلتش أصلا بس لا حقيقية وحصلت أيوة وأنا وانا وانا استاذ حلمي في شهر في أول شهر تسعة آآ الحقيقين يا سماحتي ايه يا أستاذ قال أنا آآ الفلوس في البنك مش موجودة إزاي مش موجودة رحنا البنك استاذ حلمي بنفسه جاه وروحنا ومعانا حد من أصدقائه على البنك لقينا إن في يعني اصد حلمي ماضي على قرض باتنين مليون متين وتمانين ألف جنيه احنا ما استلمناش الفلوس دي ما حصلش آآ إزاي ده حصل قالوا في حد مستفيد من الشيك جدنا الأوراق المستفيد من الشيك واحد اسمه نور أبو حساب آآ أو ما عارفش اسمه إيه السولاتي اللي كان مدير أعماله بيطلع معاه في كل الحلقات في الفترات اللي فات في أثناء فترة مرضه لما كان في مستشفى الشبرويشي مين بيسأل عم سكر حلمي بكر من الفنانين دائم التواصل معي وكمان قفلوا تم عمل محضر بقى للسرقة دي للفلوس لأن ده دي سرقة الأستاذ لا طلب قرض من البنك ولا الأستاذ مضى على أوراق ولكن البنك قال له ده مدتك وانت مضي تقريبا تم تغسيل الأستاذ أو يعني منومات ما تفينيش إنه كان متولي أموره في الأدوية وفي الحاجات دي ميلي دائم دائم سؤال على الفنان حلمي بكر يعني هو قدم أعمال كبيرة كل أصدقاء وكل الناس وكله يعني ناس كتيرة ومن بره مصر ومن جوه مصر وكل الناس بتسأل عليه كل التليفونه ما بيبطلش دقيقة ربنا يشفيه يا عفي ونورتيني وشرفتيني مرسي جدا لك يا أستاذة يا جميلة ويقص أنا سعيدة علينا وعلى مصر كلها اللهم أمين يا حبيبتي في أمان الله ربنا يشفيه ويا عفي تعالوا بأخد كل نحية فنية تانية خالص أحمد الدمرداش أفكوا معنا ناجد إن في فنانين حقيقيين ما بقوش ونشوفهم كتير مشهد حضرة المتهم قبي لما ضربك بالقلم أنا واحدة من نسوا القلم دا كان حقيقي إيه مسألة؟ وضربت منه كتير جدا أستاذ نور كانت مش عالف يعني أنا كنت وضرب منه جايبا بسرعة أستاذ نور دا ممثل يتحكم تماما في كل صنط فيه هو أنت عتزلت؟ بشكل أوضح أنا قلت مش أي حد يقول عالفن حرام ومش حرام بما إنك ابن تربى في عالة فنية وجبرت من عالة فنية في حقك تقول كده لا مش عشان حقي وبس لأن أنا أبويا وأمي عملو أكبر عدد من المسلسلات الدينية في تاريخ مصر وغطر العرب ممكن ولادك يمثله؟ مستحيل هو أنت بتهرب من الفن ليه؟ أنت عتقف لحظة بس أنت عتقف لحظة علشان تتحوش والله إلهالي بالنص كده النهار ده حلقة تفاصيلين كي سادر المشاهدين أعدادوا عليها معينا بيبقى البطل فيها حد ليه قصة وليه بصمة طول الوقت بنتكلم على تأثير الكوى النعمة وبنتكلم مين موهوب ومين مش موهوب بنشوف أدوار وفنانين بنقول إيه الشطارة دي؟ إيه الجمال ده؟ إحنا كمتلقيين فن أيوة بنبقى عارفين الفنان اللي قدامنا ده عنده موهبة حقيقية؟ ولا لأ؟ مع مرور الوقت بنجد أن فيه فنانين حقيقيين قوي وموهبين قوي ما بقوش بنشوفهم كتير طيب هم عاملين إيه؟ موهبتهم عاملة فيهم إيه؟ شايفين دلوقتي الشاشة والسينما عاملة إيه؟ طيب سؤال داني بيشغلني هو اللي بيبطل تمثيل؟ أو بيباد عنه؟ بيجي وقته ويتبقى الموهبة دي تروح منه؟ ما كانش هجاوب على السؤال ده معي غير الفنان أحمد دمرداشة نورني لا نورك وميرسي على التقديم الجميل لا ده حقك أنت موهوب أنت من أسرة فنية مهمة الحمد لله أبن وأم إحنا كلنا كنا فاكرينك أن أنت ابن فنانة الرحيلة لا يا رحمها كريمة مختار قول بقى لا هي برضو في معام والدتي طبعا أمر ربياني وزاي ابنها طبعا بس أنا ولدتي الفنانة الكبيرة سامي أمينة الله رحمها رحمة الله عليها يمكن اختاري أنت هتبدأ من أن هي حاجة أنا قلتها؟ يعني عايز تبدأ أن أنت الفن عامل إيه قدامك دي وقت شايفه إزاي وخصوصا أنت مبتعد بقى لك كم سنة؟ ولا عايز تبدأ من أن الممثل لما بيبعد بيبطل يعرف يمثل موهبة بتروح؟ لا مفيش موهبة بتروح أبدا أبدا يعني مفيش حد عنده موهبة في أي شيء مهما ما كانش بيمارس على المدة أو كده بيبقى لأ الموهبة ملهاش داعه ممكن تبقى عايزة الموهبة تسخين زي التمرين جايز لكن إن هي الموهبة تروح ده مستحيل تروحش؟ لا مستحيل عرفت إنك موهوب وحسيت بنفسك أنا عارفة أنت بدأت صغير جدا ولكن أنت حسيت بنفسك أنت فنان حقيقي بتديق على الشاشة وفنان ليه بصمتك إمتى؟ لا بصمتي دي أنا حسيتها في الحاجة متولي طبعا كانت أول حاجة أحس إن أنا إيه؟ إن أنا في الناس ميزتني يعني أو إن هي حطتني في قالب لكن إمتى أنا بقى حسيت بحاجة أنا بعملها فيها إحساس فني وحسيت بنفسي كفنان فيها قوي قوي الليل وآخره الليل وآخره مع الأستاذ حرف خراني الأستاذ كبير الأستاذة رباب حسين المخرج حسيت إنك ممثل عندك حاجة مميزك آه لإن كانت دور شوية أنا كنت بعمل كل اللي قبل كده حاجة وده كان حاجة مختلفة شويتين إن كنت كله كوميدي وأبلايت كوميدي وبسيط ولزيز وشاب المشاهدة ده كان صاحب قضية شوية وصحفي وبيضحي بحبه على شرخه قصة كده كانت مؤثرة مع النسباني عشرت إن Ojimo بربCCو بردول الراحل كبير نور الشريف آه الحمد لله أنا برضو اشتغلت مع العظماء تقريباً مع عظمهم يعني من أول الإستاذ نور الشريف طبعاً أستاذ ذيحة الفخاراني أستاذ عزت العليلي أستاذ محمود یاسين أنا عملت مع الأستاذ محمود یاسين حوالي أربع مسلسلات وأعملت مع أستاذ عزت تقريباً برضو أربع مسلسلات وأعمرت عند أستاذ حسن الفهمي سوالت مع كل الجيل العظيم ده الحمد لله حظوظ تفتكر ليه أستاذ نور مساعدة أبو أستاذ نور أنا إحنا نفتكر له مثلا مشهد حضرة المتهم أبي لما ضربك بالألم أنا واحدة من الناس هو الألم ده كان حقيقي ملأتها وحامد لأ لأ الأستاذ نور ممثل مش ممثل بسيط كده اللي هو الواحد ممكن يوقف يمثل قدامه ياخد ألم فسنة تطيره جو ده لن فيش الكلام ده خالص الأستاذ نور ده ممثل يتحكم تماما في كل صنط فيه فيديني القوة اللي انت شفتيها في الألم ده وهي لها قوة أصلا يعني هو أصلا الألم ده أنا ما حسيتش بحاجة لكن هو لو كان حسن الرياكشن بتاعي مش حقيقي كان هيممكن يعني عيد ونضربه تاني لكن هو عارف إن أنا الحمد لله كويس يعني عارف أعمل المطلوب يعني القوة اللي احنا شوفنا دي كلها هو متحكي فيها بنسبة ما في المية يعني بنسبة مية في المية ما فيش حاجة اسمها أصل الشخصية مسكت فيها في عملتش لا ده مش له أستاذ نور أستاذ نور يعي ما يفعل بشكل قوي يعني حد يقولك إن أنا جوا المود فقد ضربتك لا 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 ما فيش نهي لا لا ولو حصلت أنا أنا شطلت مع أستاذ نور مسلسلات كتير لو حصلت في مرة مسلسلات وقد ضربت منه كتير جدا أستاذ نور كان مش عارف يعني أنا كنت متضرب منه جايب بسرعة بس هو يعني بيهزار طبعا يعني أنت تسمع عن ده أه طبعا يعني زي أنا بالظلط وعارفينه أه طبعا أه لكن بقى أنت بقى إيه بقى لتعملي كده يعني أنا شوفت تصريح للفنانة الكبيرة يا روجينا من معاك بنبعت لها ألف تحية بتقول أنا زعلت من الفنانة الكبيرة برضو غدا عبد الرازق بسبب أقلم وما كانش موجود في المشهد فأنت يعني دي تجي تسأل فنانة زي غدا عبد الرازق تقول لك أنت مقت فعملت ده فأنتو بتبقوا عارفين أبعاديات واخدين بالكو مع دي نقطة بس برضو فاصيلة قوي إن هو المدارس تمثيل مدارس فيه اللي بيعرف فيه كنترول وفيه ممثين عظام جدا برضو بس عندهم اللحظة كنترول أقل شوية إني يميز فداني كبير نور الشريف عن عزة العلي عن محمود ياسين كل واحد إنت عشرته كنت بتشوف ودائي 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 وإنت ابن فنان كبير بس أنا طبعا أستاذ نور عندي الواحده في مقام وفي مكانة غالية قوي وعالية والله يرحمه وفي حتة الواحده طبعا لكن أنا برضو لا يقل عنه قيمة وحب وأنا استمتعت معاه جدا أستاذ محمود ياسين بصراحة رحمة الله علي أستاذ محمود ياسين تقريبا كانت قوي بطولة عملها في حياتي كانت قوي داولة أستاذ محمود وكنت عامل ابنه ومش عايزي قولك أنا رايح طبعا أستاذ محمود ياسين الله رحمه هيبة هيبة حقيقية في الحقيقة في العادي هو سبحان الله يعني فكان بالنسبة لي ورا ليس صغير برضو مشدود جدا بزيادة مش عايزي قولك إن بعد أول مشهد مجبتش مصدق إن دا الأستاذ محمود أبدا لأنا واخد منه الموقف اللي أنا خايف مش موقف خايف منه جدا لا الموضوع في حتة تانية خالص موضوع إن إحنا زملاء حسسني كده من أول شوت وأنا أول مرة مسر أساساً معاه يعني زملاء إن إحنا بنعمل حاجة عشان تبقى حاجة حلوة بطريقة بسيطة كده وبطريقته بسيط قوي الله يرحمه كان أنت خريج فنون مصرحية أو أنا أكاديمية الفنون معهد علي الفنون المصرحية قسم التمثيل والإخرى طيب هنتقل بك وارجع كده شوية الورا حبتين واروح بقى المعهد فنون المصرحية مين زمايلك؟ مين دفعتك؟ وعملين إيه مع بعض؟ دفعتي كانت الحمد لله دفعتي النجوم مصر الحمد لله والوطن العربي دلوقتي كلهم ما شاء الله من أحمد زاهر محمود عب مغني محمد جمع طبعاً نضال الشافعي كل دي دفعتي وأحمد عزمي لا لا كنا دفع لا أنتم مغوبين جداً كنا دفع صقيلة كنا دفع فعلاً الحمد لله دو كلها دفعتك وكتير لا ناس كتير بقى أنا كان عندي دفع كبيرة مفيش نسائيات من نسائي خاص لا كان عندي معايا كان طبعاً رقاء سويدان كت إيمان هيوب ناس شيحة يعني كان عندي مجموعة كبيرة جداً من الدفع كتير حلوة مصرحة طيب دول طول الوقت انتم كنتم موجودين ونزلت وبدأت حياتكم مهنايا لانت بدأ بدري لانت والدك والدتك وأسرتك تعتبر في المجرى الفني فطبع هي أنك تبدأ بدري لكن لما بدأت بقى تنطلق وتنفس بقى تبقى دا عايزه الدور دا وانت عايزه دا عايز المسلسل دا وانت عايزه دا عايز النجب دا وانت عايزه كنت شايف نفسك احنا كنا نشوفك كتير يعني انت يحمد من الناس لو كان رمضان انت موجود بيه يعني بقى حج متولي وحد جاء مصر وكل العالم كانت التلفزيونات ساعة الحج متولي دي الشوارع فضيئة الشوارع فضيئة نزلت شفت النجاح دا تعاملت معاي ازاي شهرة تانية خالص تعاملت ازاي انا اتخضيت بصراحة واكلمت بجدد فعلا تحقق لان انا قابل الحج متولي كنت عملت حاجات كتير عملت حاجات كتير جدا قابل الحج متولي بس انا محسيتش بالحج متولي دا غير في يوم الاساس نور قال لي بكرة احنا مسافرين اسكندرية لازم تكون في اسكندرية طول حاضر كنت في اسكندرية معرفش في ايه اساسا بس هو قال لي كده غلاص ده اردر يعني روحت لقيت في نادوة معمولة في نادي سموحة اه وكان انا بالنسبة لي كانت اول حاجة كده يعني معرفش فعملش نادوة بقى انا وقعد نتكلم في الفن وبدعوا حاجات دي فروحت فبيدخلوا واحد واحد حي الجمهور اسم اسم كده يلادوا عليه من ابطال المسلسل يخصوا الحي الجمهور انا يقعد على الكرسي المخطوب عليه اسم بيقدموكم ايه وكان معمول النادوة دي ابنو دا فلستاد ملعب الكور انا ملعب وانا طبعا مش في دماغي يعني من الصورة كده انا فاك ان انا اخش في الاخر في قاعة كبيرة ولا حاجة ودخلت ليت جمهور حقيقي جمهور ما شفتوش في حياتي في حياتي او انا اعرضت مسرح كتير جدا وما شفتش الجمهور اللي استدى ابدا وبيسقفني فطبعا اللحظة دي في حياتي تقال اسمي بقيتش عارف اعمل ايه في نفسي من الهومنج بتاع الجمهور دا بيقطع الدنيا يخلي الواحد في الخرابة خالت بس فطبعا دخلت ومن اللحظة دي انا حسيت ان انا جاكي شان المرحلة جانية مرحلة دي نقلة نقلة تانية خالص خدت الثقة في نفسكا خالص خالص حسيت ان لا دا ماقولك كل دول عارف اني انا فدي جد بالنسبة لي حاجة فرق الحجي بتولي معك خالص 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 دا ابن وحيد بقى ولد وبنت لا عندي بنت بس بنت واحدة ا cherحلي فلأم باي حبيب ماما اي انا حبيب ماما جد دي ارحمة اه كنت انت لا انا ماما والله ا رامضة للبعد الحجي بتولي عملته العطار ايه إذا ما أتربع اللي حاجة بتقالي ده والله مش يظهر جالي كمية وقالأ بصراحة أنا ما أرطوش لأن كانت كمية تفوق لحد يستود لازم اختيار تفوق النجاح بتاع السن يعني أنا في السن ده لما نجحت قوي ميتش عندي واحد أقرب مبسوط قوي بس طبعا يعني كان لازم أقرأ قريت شوية حاجات بس في الآخر كانت قرار النهائي طبعا لأستاذ نور ما فيش يظهر لأن أستاذ نور قال لي في ساعتها أنا عايزك تعمل الدور ده فقلتول أنا معكا الرئيس من غير ما تقول لي أصلا هعمل إيه يعني عظيم نجح العطار والسبع بنات بعدها عملت كانت تجربة تانية مع الأستاذ نور كانت حضرة المتعمل تكسرته دنيا آآ ده الحمد لله تكسرته الدنيا آآ الحمد لله برضو كان نجاحه عظيم في النمازينة و ناس كتير ناس كتير شير بسلامة ولأ كان قصد كبير قوي وده تقريبا كان تقريبا أول مسلسة اللي هي في حياتي أبقى أنا أم أما في نفس المسلسة آآ كانت أم أما عاملة النظرة بتاعت المدرسة وأنا كنت الطالب اللي بايز في المدرسة مجحت فيه آآ قوي المسلسة ده من المسلسة اللي أنا بحبها أنا بشكل عام مش أقولك بمطهر وضوح أنا طبعا الأستاذي اللي كان في ظهري دايما أستاذ محمد النقلي كمخرج مخرج مهم مفيش زاري يعني أنا اشتغلت مع أستاذ محمد أجمل أعمالي في حياتي واشتغلت مع الأستاذة رباب حسين واشتغلت مع أستاذ أحمد دوفيد واشتغلت مع الأساد زي يعني بس أنا فعلا أستاذة رباب آآ في المسلسل بتاع الليل وآخه بالذات حسيت معاها بإحساس كده كفنان وممثل آآ أتمنى أن أعيشه في طول وقت عمري اللي همثل فيه لو مثلت أهو عمالي يقدر يا أحمد الليل وآخه ده كان كارثة كارثة كبيرة طبعا نحن دلوقتي محقنين يقدر يقولك ده أنت والأغنية بتاعته يا أخي شمس يا منورة غيبي إيه ده؟ من إلى الآن تفاصيل مسلسل دي معانا هو أنت اعتزلت؟ نا طبعا نا فيش ممثل أبدا ليقدر يعتزل أبدا طب هو أنت مش موجود وغايب ليه؟ أنا يعني جيت فترة كده بفترات وكررت أن أعمل بوز جامد جدا من الفن وأن أنا هتجه للاتجاه آخر خالص مالوش علاقة بالفن النهائي لأسباب كانت ساعتها ظروف اللي إحنا كنا فيها في الفترة دي اللي هي 2011 والجاو ده آآ هي مصر كلها في ظروف أصل ظروف صعبة بقى آآ وأنا راجل للأسف يعني بتأثر بشكل راهيب نفسيا يعني لما بيحصل حاجة وحشة أو بتاع ببقى شخص آخر فاكتشفت أن أنا بيتس بشخص آخر من كترونية دقيقة الفترة دي وتضغطت ومش حافقه بتاع فحسيت أن أنا لو اشتغلت كممثل في الفترة دي ما كنتش هدي على مستوى العادي كنت هبقى مشتت شوية يعني لحد آخر وقت أنت كنت بترفض أعمال وما أنت شفايا منت رايح فين آآ بالزبط فعلا يعني أنا فعلا فعلا من بعد 2010 بترفض بدون سبب أنا مش قادر يعني ما هو لازم يقول لحد أعرف طاقته مش مسألة برضو شغله وخلاص وبتاع لأ يعني مش عافل الصفالي مش عافل أقولك إيه بس هو كان إحساس دخيني كده جوايا إن أنا في لحظة من الضغط العصبي والنفسي مخليني ما عنديش تعداد إن أنا تحكم في نفسي أصلاً في إن أنا عاد أمثل وأقول مشهد وأحسه لأ أنا دماغي في حتة تانية خالص محتاج أعمل بوز دلوقتي وإلى أبقى أدر نفسي خالص يعني وإلى أنا عملته مع الناس في خلال العشر سيل اللي أبلاقى بقى يروح بقى يروح منك آآ يروح مني يعني عملت البوز ده روحت فين؟ سفرت كنت متجاوز وأمش متجاوز كنت متجاوز سفرت برا كان متجاوز بقى لك قد إيه؟ كان بقى لي شهرين كده ثلاث شهور يعني يا حبيبتي زوجتك واخدك فنان أنت عملت البوز آآ عملت البوز فعلا طب روحت سفرت 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 روحت رومانيا الأول رومانيا ومالق الصين دي؟ لا الصين دي مرحلة أخرى إحنا ما نعرفش غالله أحباد دي مرداش في الصين لا أنا روحت رومانيا الأول رومانيا الأول وعملت يعني كنت بقى مذكر أنا أنا من الناس اللي تحب المذاكرة يعني بتعرف تقبل تذكر الحاجة فعدت ذكرت رومانيا كلها وق과�ت أنا ممكن أروح أعمل إيه بروفو فاروحت عملت شوية اللي أنا عايز أعمله وبعدين هرجعت بس ما قادرتش استقر هناك قوي يعني في بلاد كده أقداري تستقر أواحبتها جدا يعني برضو أنا أنا مصر أصلي وبحب مصر وما بعضرش أحد هرجعت فأرجعت بس رجعت بقى بنيات ان انا حاجتغل في تجارة تغيرت فكرك بقى ثابت على أني أنت روجل عايز تبقى لك بيزنس تاني غير الموهبة بعدك طيب عظي ام ده ما يخلفش موهبتك فارجعت بقى ونت مذاكر الصين عظيم انتي عارفة الصين كبيرة فمذاكرتها بتاخد وقت فعدت في الوقت كبيرة قوي كبيرة كبيرة قوي قوي وتشبه بعض وكلام صعب ومعرفتش هيكحفز كلمة وصعبة صعبة عندك كم ابن وبنت؟ عندي بنتي ماليكة وعشر سنين ونصف كبير مش عارفة وفاروق ستة ونصف برضو ان شاء الله بتلعب سباحة وهو بيلعب كيك بوكس ومشتشقلبين في البيت طبعا زي ما انتي فعلا بني خليهم لك انتي مسئولية طلع فانت عايز تبتدي عايز ابتدي فبدأت في الموضوع بتاع الاتصالات وبدأت افهمه كويس وبدأت اشتغل فيه فعلا وهو موضوع صعب الى ابعد الدرجات عن ما انا كنت متخيل خالص لان الموضوع مش بالبساطة اللي الناس فهمها انا فكر انه هو انا في الاخر اذاكر حاجة وتك وشاب لا الموضوع مش كده الموضوع معقد درجة رهيبة بتدي بقى لا صعب لا ومن اول المشاكل اللي جاهتها في حياتي ايه ان انا لما بتعامل في الشغلانة دي كلها انجلش بقى الميلاد كلها انجلش وانا ما عرفش اكتب انجلش اصلا ما عرفش اكتب اسمي يعني ضايع من الاخر بقى انا عرف طبعا بس ضعيف ايوة فلا اما اقوي نفسي في الانجلش لا اما اشوف حل تاني فانا شفت حل تاني ان بقى تامر هو المسؤول عن الحتة بتاعت العاجات الصعبة دي فخلاص لا مش هعرف لاني بتكلم في تفاصيل زغيرة جدا ما فهاش ريسك ان انا اغامر ان اباوز حاجة شغلك في رومانيا او شغلك في الصين كان اجرك فيه او الدخل بتاعك مويزي للفن طيب بس اقولك على حاجة قبل ما اقولك النقطة دي البزنس عموما مالوش علاقة بالفن في الفلوس يعني نفعش نقول ده ونحط ده في مقارنة عشان تبقى ظلمة جدا ظلمة للاتنين التجارة بيبقى فيه يوم ما بعيش ممكن قاعد ما فتحش الباب عشان ماعيش فلوس ادفع للسوبر ماركت عظيم في التجارة وكذلك في الفن لكن في الفن انا مستني حد يكلمني يقولي تعالي علشان تشتغلت في الدور الفليني اذا انا في وضع ايه الاستعداد فقط انا مبقدرش على الوضع ده خالص وضع الاستعداد في التجارة مش كده في التجارة معيش فلوس برضه ومعيش حاسب والدنيا عزمة بس ممكن انزل اجيب اي حاجة باعة دلوقتي ايوة اقدر اقدر انا كشخص انت صاحب موقف لنفسك انا ايوة مش معتمد على الاخر انا مش هلين تجلي نفسك مسلسل لا يعني مش لا مش هقدر انتجلي نفسك مسلسل لكن اقدر ان انا انزل وعادي على فكرة ان انا انزل اشتري من اي حتة لاقي مبايلات رخيصة اخدها واباها عادي على فكرة صحة وتكسب فيها مفيش حاجة حرام بالعكس دي حاجة عادية يعني ان انا انزل عليها حاجة فرصة حاجة اشتريها ومعي فلوسها لازم اشتريها وحاول اباها واتجل كده مفيش مشكلة ولو ما باعتهاش فاي بتغلق بتغلق باسمالك موجود فلا لا 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 التوتر اللي في الفن قوي جدا عشان كده اسبتوه لا انا مسبتوش والله انا بس قلت عملت بوز طويل شوية قلت لازم انا اكسب والله من ضمن الاسباب المهمة ان انا كنت محتاج شوية فبرات بره لحياة الفنية حسيت ان انا دناغي بقت حسيت ان احنا يعني فيه حاجة شوية بعض كل الصحاب وكل بتاع نفس الاهتمامات بتاع فمضل الفضول اللي كان عندي عندي اهتمامات تانية فيه الحياة كبيرة جدا يعني فاستمتعت قوي قوي يعني بجد والله طيب يعني بمناسبة انت قلت حرام كليك تصريح كسر الدنيا قلت الفن مش حرام انت انت عارف انت صريح تكسر الدنيا لا انا بس انا ما قلت بشكل اوضح انا قلت مش اي حد يقول على الفن حرام ومش حرام دي وجهة النظر لكن انا عندي مشكلة كانت في ان حد يقول انا بطلت التمثيل عشان التمثيل حرام مثلا لا ما تقولش كده انت يعني اللي يقول لي كده يقول لي حد اه مش يقول له انت غلط ولا صح انا ما بقولش كده بما انك ابن تربى في هالة فنية وجبرت من هالة فنية في حقك تقول كده لا مش عشان حقي وبس لان انا ابويا وامي اعملوا اكبر عدد من المسلسلات الدينية في تاريخ مصر ورط العرب ايه اما انا بقولك عشان كده انت فهم عاصدي لا يعني ان هم عندهم مبدأ ايه مش اه يعني انا متربي على ان انا كل كلمة هقولها في حياتي في الشاشة من قبل ما اتجوز لازم اعمل حساب ان انا في يوم الايام هتجوز واخلي في ولادي هيشوفوها فلاازم بابقى حاملها مهم انا بكاليك بجد والله العظيم مش بباني صادق فبقيت حريص في كل كلمة وفي كل هوا بنتيجة المسئولية اللي بابا حملها لي على دماغي من انا صغير ممكن ولادك يمثله يعني اه ليه انا ملحطش اجوز السؤال ليه اسباب رفضك يوسيس انا بقيت شخص عاملية بس فانا مش شايف ان الفن شي اعمل في الوقت الحالي في ظروف البلد وفي ظروفنا وصروف الشغل وظروف الحياة مقدرش يخلي ولادي يعتمدوا على الاخر وانا ولادي لو طلعوا فنانين هيبوا مستنين ان حد يقول عليهم ان انهم اكويسين عشان يشتغلوا لو محدش قال مش هيشتغلوا اوكي بقى حظهم اقوى بكتير صح؟ الحظ ده بقى بتعراب بلهم يعني انت بتوقف العائلة الفنية كده لا مفيش مفيش هزار ده النقطة دي مانيكيا جات قالت يا بوبي انا اكيد انت شايف فيها دي جينات دي جينات جات في حاجة كده وحاجة بدأ اتبان هتحرمها من ده اه طب ايش راحت طريقها الوحدة مش هتعرف لا 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 تكرار لا مفيش هزار ما عنديش مشكلة ان هما يحبوا على فكرة يحبوا الحقيق دي هو ايه ما عنديش مشكلة لكن عندي مشكلة ان هو يبقى تارجد ان يبقى هو نفسه او هي نفسها ان هي تبقى اللي تبقى مهنته مهنته لا 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 انت الاول خد ادواتك وحاجتك ويشتغل الاول خد خبرة حياة وحب اللي انت عايزه لكن ما تبنيش حياتك دي النظر ايه يعني دي النظر ايه انا بس برضو عشان اقولك على حاجة بمنطل وضوح انا لو كنت في عصر قبل كده ما كانش هيبقى ده رايي واضحة ايه لو كنت في عصر من خمستاشر عشرين سنة وابني او بنتي عندهم هواية كنت هاموا يعني هفرتك الدنيا عشان يناميها ويهتموا بيها لكن الوضع الحالي انا من وجهة نظري ملوش علاقة خالص الكلام ده ما لا دلوقتي لا دلوقتي لا دلوقتي اختلف رمضان كلنا منتفرج عن مسلسلت احمد الدمرديش بتفرج علي ايه كلهم بصراحة بصراحة بي remove بصراحة بس شمين أنا ما بشوفش قوي فعالاً بقى أنا في شغلك لأ حتى ما أنا شغلي طول الوقت لأ أنا عندي 80% من وقتي فاضي لأن خلاص بتفرج على الأفلام الديكومنتري بشكل قوي بقى بطول عمري بقى ليه 15 سنة ما سنة كل الأفلام بكل المستويات كل المحاجات الموثقة أنت تمام أنا تمام نراتي تحب التمثيلات والمسلسلات بشكل رهيب ايوة جوزتك بقى ايوة اختار الفنان فياكير لا يعني هي بتحب التمثيل زي هي ستة مصرية كلنا اه بتحب قوي قوي ايوة ايوة احنا رمضان المطبخ حضرتك والتلفزيون اه لكل الستات المصرية والوطن العربي كله يجي يقولك الدراما المصرية دي عالم عشق تقولي وتقولي على فكرة لا ووصلت بقى لمرحلة الاول تقولي شوف المسلسل ده جامد جداً فتلاقيني ما شفتش ام ومبعتاني مشهد بتاع فلان او حد مصرية اصيلة اه كلنا بنعمل كده ايوة مصرية اصيلة فهو قد اتفرج على المشهد تفهمت بطبعتلي حاجات فبقيت موصود بقى بحاجة تانية ان انا عشان بقالي كتير ما بتفرجش قوي الممثلين الشباب والجيل الجديد اللي طالع دلوقتي ده انا مكنتش بصراحة بشوفه قوي لسه لما بدأت تبعتلي لا ده فيه ممثلين جامدين قوي زينين بقى لا انا مانتش بصراحة شباب قولي اسم كده هقولك مثلا انا بالنسبالي واحد بشوفه بسقف من قبل ما اتكلم دلوقتي حمزة العيل اه مثلا بتحبه بحبه طبعا ممثل قوي ممثل الفضيع طيب مين كمان لا انا بحب ريحامة البغفور قوي بستاذة اه بموت فيها يعني ريحام بتتمثل باي حاجة في خيالها يظهر كده الحيطة دي بتمثل وانت بتهرب من الفن ليه والله مش بقى الرب على حقيقة لا 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 يعني ليه بته يا ربا يعني انت الرجل انت هنتمين اول فلوس خدتاك تمن الفن طبعا طبعا يعني اه لو سألتك اول اجر خدتوا كام اه بابا اللي قال لي انه كنت صغير كان اه كان ست او سبعة بنيه حلو اه وما كبرت ومساكتوا الفلوس في دك المنتج يبداهم لك كده اه كانوا كاموا كانوا كاموا كانوا كاموا سنة اه ستة وتسعين ده رقم برطو رقم رهيب ده معنى انك موهوب اه طبعا الحمد اتغيرت ولا اتغريت لا لا كل اللي انت عايزة تقوليه والله العظيم كنت شرامة كنت شرامة كنت شرامة كنت كم سنة؟ كنت مثلا ستاشر مثلا اه شايف لك بديل؟ لا مستحيل والله مش جرور بس انا عارف انه كل واحد ليه طبع كده وليه شكله انا لا لا اجد مكان حد ولا حد هينفع يجي مكان يعني ما كل ممثب بيظهر ليه شكله بتاع انا من طريقتي وتركبتي وادائي وتقطيعي في الكلام وانا بشتغل حتى التقطيع كده مختلف تمام معانى ممكن حد يقلد لكن حدش هيقلدني ولا هيقلد مش هيجيب احمد مرداش بالضبط لا محدش هيعرف مستحيل طيب مالكش بديل وليك بصمتك وشك الناس كلها حفظة اعمالك ممثل محظوظ اعمالك كولك بتضرب الاغلبية الوظمة منها ايه اللي موقف الدنيا لا ما خلاص انا دلوقتي بقالي ناسا مش كان مش هاي صغيرين كده قررت ان انا وعندش مشكلة ان انا مش معندش مشكلة وبس لا ده انا حابب بقى دلوقتي لان انا خلاص كان عندي شوات حاجات كده محتاج ان انا اثبطها في حياتي ونفسيا وبتاقشها في ايه لازم اعملها عشان اعرف امسي انا واش وانا واسك انت هتفاجئنا ان شاء الله يعني لو ادوار بالسن ده بقى بنوضج اللي انت لفيت وروحت وجيت لا انت دلوقتي ممثل مستعد هتطلع حاجات يعني هتطلع انا متوقعة والله انا داخليا انا بقولك بمثل طاقة طبعا والطاقة عشان تبقى عارفة انسان مش بيجبالها من نفسه الانسان بيمتص الطاقة من حاجات تانية مفيش طاقة داخلية متولدة مفيش الكلام ده ان شاء الله الارض تاختي منها طاقة لكن الانسان اكتر حاجة بياخد منها الطاقة هي الناس ان امرأة واحد فانا الطاقة اللي انا شفتها لما بدأت عبقى موجود تاني وازهر شوية والناس تشوفني ان انا كنت مختفي خالص لا طبعا حسيت بطاقة رهيبة جدا 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 بابا كان شايفك ممثل كوي ولا عادي لا بابا طبعا شايفني اجمد حد في التاريخ اكتر حاجة يعني بابا دايما حبيبي كان بيجيلي المسرح على طول وانا بعمل مسرحيات اعمل معهد خلاص فانا كنت قامل معهد لما بيجي بابا وكدا بابا بيجي يقعد في اول صف فانا لما بيطلب في التحية كنت بابا دايما عامل كوميديا فباخد سكسي ايه شوية زيادة يعني كا كوميديا يعني فبابا كنت بشوف حبيبي ايه بيسق ويقف ويقف ويجيلي عند الخشب حبيبي اتا شايفين قوي دي؟ لا شايفين قوي دي؟ خدت بولكو ده اللي انا قصوده اه بتطلع فيه فعلا حقيقية اه واعني بقى طبعا مكزة ومشها فيه بتاع وانا بنت لاحظونه بتاعشان بس انا حاسس بيه لما كبرت ايوه وبقى عندي فاروق ماليكة وكدا لما بروح مع فاروق ماتش دلوقتي في الكيك بوكس مثلا فاروق يلعب كيك بوكس مكشاط بحس ان بابا ما كانتش بيحس بيه ان انا اوفر قوي عن بابا ايوه فعلا الاحاسيس ملاحش علاقة مابين حتى لو بابا يبقى فنان او مش فنان ملاحش علاقة بالفنان دي احاسيس تقلت في البيت اه امين يعني انت قاعد كده مع ولادك تقلت لهم بنتك لا انا اه اه لهم ماليكة بقى هتعمل دلوقتي بجيب صوتها اه طبعا لا انا كمان انا اكتر من كده انا بقول لهم اللاين اللي هتعمل في خالي الساعة الجاية اه ان انت كمان شوها تقومي تعمل لي كذا وتروحي كذا وكذا تتتتتتتا وتقول لي مستحيل وخمس دقايق وتنسى وتقومي عامل الساعة اللي انا قلت لها عليها بالظبط فها خلاص لا اكتشفت ان الموضوع في حتة تانية ندمين على فترة اللي انت مشيت فيها ولا حاسس ان هي كانت فترة تحضريا انت محتاجها يعني اللي جاي عليك اللي جاي عليك مستنيه زي جاهز اه والله سوز لطفي الابيب ربي غاديله الصحة اللهم امين فنان كبير اه قال لي جملة كنت مال معامو صالح الساعة قال هالي شخصية قال لنا كنت سايتها مكسر الدنيا وكنا مع الأستاذ عادي المكني المخرج قال لي اسمها عاد مرداش هو عسل رائع قال لي انت هتشتغل زي ما انت هتفضل مواصل ومناجح ونجم وكل الكلام بس انت هتوقف لحظة انت هتوقف لحظة بس انت هتوقف لحظة علشان تتحوش والله قال هالي بالنصة كده الله بتقولوش معنى يعني قال لي عشان انت دلوقتي الحتة اللي انت فيها دي مرحلة دي بتاعت الشاب اللي هو اللي بيغلط وبيشرب وبيروح مش عارف فين واحد دي هتحصل فيها جاب هتحصل فيها كت بعد شوية ليك انت عمرا يعني فانت هتحصل معاك بعد الفترة دي فترة انت هتبقى بتتحوش فيها المرحلة انت مش عارفها انا متفقل لك انت فعلا عن قرب انت مش شخص عادي من حوره انت فعلا فنان متحوش ونورتني وشرفتني و لما كلنا هنشوفك في اعمال جاية هنوركو ان كلنا وسكين بلسي جدا انت شرفتيني وانستيني وانا تشرفت بيك والله انا اسعد ويارب نكون ضيوف خوفا فعليك نورتوني والله اشكرك دي كانت ردود فنان احمد ادمرتش عايز اتكلم معاكو في كام حية كده بسرعة قوي وقلكو احنا ليه ركزنا في الجزء ده بقينا بنشوف فنانين على الساحة الفنية جايين من منصات التواصل الاجتماعي جايين من السوشيال ميديا بنستغربهم بنستعجب منهم ولكن كان فيه في وقت والوقات زيهم وجوه جديدة لما كانت الوجوه الجديدة دي موجودة في الثمانينات والسانات والالفين حد عشر سنين كده كان ليهم لاين وطريقة كنت تجد ان هما بعد شوية يبقوا نجوم مش بس علشان هما كان حظهم ان هما يقفوا قدام نجوم كبار فيدوهم من طاقتهم ومن فنهم ويتعلموا منهم لا مش ده بس ده لكان كمان لان هما كانوا مثلا ممكن يبقوا خرجين من معهد فنو مصرحية ممكن يبقوا متخرجين من المعهد العالي للسينما ايما كان ولكن فيه اسباب كتير فتجد مثلا ان ده احد المشاركين من النور الشريف في ادوار كتير اوي كان معي لكن في الحج متولي ما كنتش تقدر ابدا تنسى لو ابن نعمة الله الزوجة التانية للحج متولي اللي هو مش من من الحج متولي لا ده ابن جزه بعدين تلاقيه هو العطار والسبع بنات كان معي الولد الشقي اللي مش سهل اللي كان بيعاكس بنتك دجالة هو انا يعني انا مش مستحضرة بالزبط او هي موجودة في الزاكرة البصمات دي مش سهلة عايزين طول الوقت زي ما احنا عندنا الريادة في الفن المصري تفضل الريادة عندنا زي ما احنا عندنا الريادة في الفن المصري تفضل الريادة عندنا يعني ما نروحش نجري ورى مشاهدات وننسى بصمة الدور ما جيبش حد من على سوشيال ميديا قول انا عايزه يبقى موجود عشان يعمل مشاهدات المشاهد الحلو بيفضل موجود لا ينسى والفن المصري محظوظ انه يفضل اه يعني يفضل له مكانه او يفضل زوه اهتمام عند اي حد بتفرج عليه كنت في زيارة في الامارات وراجع انا معرفش فنانين امارات بالنسبة كبيرة ولكن كلهم حافظين مش اقولكوا فناننا لان دي جملة سطحية قوي لا كلهم حافظين مشاهد لمسلسلات موجودة ده على سبيل المثال وليس الحصر ايه بقى كل ده كل ده اقولوا بقى يعني احنا مهدي الامارات المثال انها دولة دايما بتستعين بالاخر علشان تنهض وتصعد ويبقى لها ايه وجودها طيب انا عن قرب شفت ان ده فنان يعني انا دايما بدور على سؤال هم الناس دي رحت فين طب الموهبة عاملة معهم ايه طب الموهبة ثابتهم طب هم كويسين ولا مش كويسين طب هم بخير طب هم عندهم طاقة فنية تحركهم وجدت ان اه مع فرق العمر والجاب اللي اتعاملت دي في حياتي احمد دمرداش لو مخرج فكر ونفذ الرجل ده هيفاجئ انا سي فنانين كتير جدا حسن حسني رحمة الله عليه كان على شواره الفني فوقت من الاوقات مش زوبة سماء كبيرة ولكن على كبر بيسموه يعني ان وحش فضيع حاجات كتير يعني ممسهين كتير خلد الصالح الله يرحمه خلد الصاوي ربان دي له بقى صحوي متعنا دايما ممسهين كتير جدا بتالي انا حبيت ان احنا نشاور عليه لما تبقى الحاجة مصبوطة قوي كل حاجة بتوصل للمشاهد يعني المشاهد ده مش ساذج النهاردة لأ خلص بعتولي كل بتعلقك وكل حكاياتك على البيتش بتاعت برنامج باسميني هالطايل على الفيسبوك او على بيجي برنامج باسميني هالطايل على الاستجرام ايو دي بيجي بتاعتي بستمرين طبعا في حملة العرائز بتاعتنا وبنجمع فيها دي الصفحة الموثقة بالعالم الزرق بعتولي حملة العرائز قائمة ان شاء الله هنبعت لربامية اسم انا عارفة ان احنا عندنا احداث في غزة صعبة جدا فاحنا بنحاول نخلي افكارنا موازية لحالتكو النفسية والمزاجية مش عايزين ندخل بيوتكو وانا عارفة واسقة ومتأكدة ان انتو بتشوفوا حاجات على السوشيال ميديا بتضيقكو فمنحاول دايما نشاور على حاجة متقلش اهمية ابدا بل يمكن نسويها بالضبط ان الفن بيدخل كل البيوت ودايما لازم نخلي بالنا من الحاجة اللي بتدخل كل البيوت دعا لو نستقبل فاكرتنا التانية افكو معنا اهلا وسهلا بيكو مرة تانية وتفاصيل منا وارني يا شيخ ابراهيم ربنا يبارك فيكو ربنا يبارك في الاعام الجديد ويجعلوا عم مبروك على الامة كلها وعلى المصريين كلهم باختلاف طواقفهم وباختلاف انواحهم واجنسهم والحمد لله رب العالمين ما زلنا الشمع المضيئة في كل الدول التي حولنا فاللهم زدها نورا وبارك لنا في مدها وصاعها وهوائها ورئيسها وجيشها وشعبها اللهم امين يا رب العالمين وشرطاتها بشان ما ننساش يمكن ما فيناش حد ما عندوش اماني ولا عندو حاجة نفسه يحققها ولكن تعالى زي ما تعودت انا وانت ان احنا نقول الكلام وبس من غير بنجوده ومن غير ما نكالكعه مش مستهلة طيب كل واحد ساعات بيمر بموقف يقول السنة الجاي عدد حالي السنة الجاي ربنا هيرود زيني ان شاء الله هتفرق تجد مثلا ان واحد وعشرين زي اثنين وعشرين زي ثلاث وعشرين ساعة اول السنة اللي حددك قدامي فيها يعني خدتك مثال عشان ابسط كلامي على سادة مشاهدين زوجها متجاوزة بقالها خمس سنين حملتش ممكن تبقى مشها في السادس او في السبع السنة السبع السادس السنة السادس عيان ويبقى الامل ويبقى منيدي الامنية الأعظم ليه ااا شخص مريض بمرض بيروح ااا دي كتر بتاعته بيلاقي فلان ربنا شي مسمى ص sweetheart و teenagers بدأ يخد حاجاته اقل، نسبة دواء ولا كراته اقل وهو لسا بيجي فتبقى أمنيته واحدة إنه هو بيطلب الشفاء من ربنا أم فقدت ابنها أو بنتها أو أب فقد حد من أولاده وينحصر قلبه وعقله في الحزن بس مش قادر يتخط حزنه على أولاده أو على ابنه أو على بنته دي مش قادر يكمل حياته فتيجي السنة الجديدة إحنا بنقول يا رب سهل لنا وجعلها سنة جديدة بأحلام جديدة بأمنيات جديدة بس وانا بقعد مع نفسي كده قلت أكيد أنا أملك أمنيات قديمة هي موجودة طيب في غيري بقى عند أمنيات قديمة أصعب وآمق وتعبا طيب خلينا خلينا أنا وحضرتك نطبطب على إخواننا يلا اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أداهم الأمنيات في الأعوام السابقة أو من استبقت له أمنيات يريد أن تتحقق فيه العام الجديد حل الحكاية في الأخذ بالأسباب حل الحكاية في الأخذ بالأسباب أنا أخذ في الأسباب إن كان عندي مريض أو أديه للدكتور وأحسن دكتور عندي عقم سواء كنت أنا أو زوجتي أو بنتي أو مرات واحد صاحبي أنا أقول لهم روحوا عند المراكز الطبية المتخصصة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم وتبقوا أمهات وتبقوا أباء خذنا في اللفات بالأسباب يبقى نديكم الحل في السنة الجديدة ولعله سيكون خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى حل جميل جدا ربنا سبحانه وتعالى من كان فقيرا ويريد أن يرزقها الله المال والغنى من كانت عاكرا وتريد أن يرزقها الله الولد الولد طبعا أو بنت مش الولد الزكر يبقى لما نقول تريد أن يعطيها الله الولد يعني يجي لها ولد أو بنت ما عندهاش أماني في الحياة والدنيا ضلمة والخرم إبرة تعالوا نشوف الحل اللي قاله ربنا بعد الأخذ في الأسباب في اللي فات طب إيه اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا طيب لو استغفرت ربنا وقلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلي في اليوم تسعين مرة أو أكثر من تسعين مرة خلينا نقولهم مئة مرة طب ربنا هيعمل لي إيه لما استغفر ربنا بالصيغة اللي أنا قلتها دي يرسل السماء عليكم مضرارة طب أنت فقير ويمددكم بأموال طب أنت عاقر وبنين يبقى فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يبقى الحل بعد الأخذ في الأسباب في اللي فات وإحنا في أول يوم من السنة الجديدة في الاستغفار بس أنا لما أقول استغفر الله العظيم يبقى عندي يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحول الأحوال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال يبقى إذا عجزت الأسباب فليس أمامكم إلا اللجوء إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى أما حكاية المرض المرض والله وطالله وبالله المريض في معية الله وديمة السويش بفلوس المريض في رحاب الله المريض في ضيافة الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جاوب على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رب ماذا تقول للعبد الطائع إن قال يا رب قال يا موسى أقول له لبيك يا عبدي فقال موسى يا رب وماذا تقول للعبد العاصي إن قال يا رب قال الله يا موسى أقول له لبيك 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 يا عبدي أقول له ثلاث مرات يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بعودة عبد التائم خليك انت إلجأ لربنا وقول يا رب ما أنا قلت يا رب كتير بس ما سمعش كلامي إن كفاك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلن تقول ما تقول بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده الملحاح ألح على الله في السؤال ألح على الله في الطلب بس في ناس يا ولدا بتبقى خلينا نقول يا ولدا بالبسيط بر خلينا نقول في ناس يعني من ديء الحال عندهم بيوصلوا للزروة ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي يوم على من دع الله يتمنى أن لم يكن قد استجيبت له دعوة واحدة تعالوا نطلع ناخد تقريرنا الأول ونرجع لكم وده أروا ما تكون بكو معنا قد ترخير الناس لسا الدنيا فيها عيون تتحاك لك وقل وبصف وعيزانك كله تخيل أن أنت بتعطي مالك وبطوم فيك وتتصدق في سبيل الله وانت قاعد في بيتك يكون سوابك وجزائك عند الله سبحانه وتعالى كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج وترك ماله وأهله وأولاده من أجل الله سبحانه وتعالى وقلوب صفية وعيزانك كل خير إن تفاك الله يقول لهم جزاكم الله خير ومش شك ربنا يجعرفوا مزان حسنات يغلك صغية بكله في قلب الناس تأثير كبير لا يستحى لكم يستحى لكم اللي انت قبتونا للمية احنا كنا الله من عين المية خالص كنا من جب من هنا وانا كتنين كيلو أو أربع كيلو من سافة كبيرة الله يستحى لكم اللي انت قبتونا عند الداد وقبتونا للمية الحمد لله يا رب بصر حالكم ورزقكم يا رب وحجعانكم ورد الوحش الله يصلح لهم يكفو مشر المرض هدوب ان احنا هدوبنا بتنضف شوية بشوية يعني الاول قاتلنا حشيسية من حكاية المشروع من مصرف والله ومن الخلقان وبيتعو احنا وغير النخص منه كتير الله يفوكم شاء المرض رسل حالكم ونوركم عيونكم والله إذا حنا كنا تعبنين اخر تعب في اللوم مي نملى والبحر ونغسل ونجوب مية للشرب من الغرق لما يتعبن اخر تعب عشان اللوم مي وياخد منه ولا ألش في يوم بالعجس صحن كل أيام ما بتنسيش الناس أتمل ما فيها ولا بتخير عم رحمة السلام عامل ايه كل سنة وانت طيب انت طيب النهاردة المؤسسة فعل خير احنا جينا عشان ركبنا العداد اللي انت طلبته مننا الله يبارك فيكم ويرزقكم يحنن عليكم يا رب يا كريم يا رب وربنا يستركم بقى دنيا وآخرة ربنا يبارك فيكم ويخليكم يبارك فيكم ويخليكم اللي قبتلنا المية حلوة نشرب وربنا يخليكم ويبارك فيكم زفق دايما بغير من غير حسان ربنا يجزيكم كل خير يا رب وقدركم على فعل الخير يا رب احنا كنا عشانية وانتو قبتلنا المية ربنا يبارك لكم في صحبكم وفعافيكم يا رب ويجزيكم على أهل الخير يا رب وعلى الخير اللي بتعملوه يا رب اقل شيء ويخلو ويخلو قلب الناس تأثير كبير يعني شكل فرحة الناس حلو تكيد دا ليه وقع على منتبرهانكو ويوقع على منتبرهان العمل الجمال ده طمين فرح صدقته مع الصدقة بتفرح وبتريح صحيح هو دا الفعل الحسن هو دا عشان إحنا في أول يوم عشان نقول للناس الناس موجودة الناس ما كانش عندهم مية وشربوا مية الناس كان عندهم حزن لكن الحمد لله زغرتوا وفرحوا وقالوا ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليهاش على حاجة ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليهاش يديه كده خالط ربنا سبحانه وتعالى حط العسر بين يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فما تحزنوش مع عمرها عمر الليل ما هيتن ولا النهار ما هي تنه فلا حزن دائم ولا صرور ولا حزن دائم ولا فرح الدنيا لا دي ودي فالناس دول ما كانوش لقيين ولقوا وبعدين عندنا احنا عندنا شخصيا انا شفتي حد الله يرحمه ابو يعطيه ربنا يرحمه الله مأمين تنه مثلا جاب خمس بنات وكل ما كده تجيب له براته بنت دانية وقالوله خلاص انت كده ايه محروم من العيان سبحان الله الملك يجي تقوم يحصل فيه حمل ومش معمول ترتيبه ربنا صحانه وتعالى هو اللي اراده ويجي محمد وهو اللي يفتح البيت بعد ابوه ما توفى وبعد كان سنة حضرتك عشر سنين يبقى انت لما تعجز كل حاجة حطها عند ربنا طيب انا دلوقتي عند مراد خدت في الاسباب طب ليه ما بعملش الصدقة ليه ما بعملش الصدقة طب هي الصدقة مالها بالمرض بس طب ما تسمح كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا اموالكم بالزكاة وحن في عام جديد لازم كل واحد فينا يحط قلبه ويقينه وإيمانه بربنا سبحانه وتعالى انه هو صاحب الغنى وصاحب الفقر صاحب الغنى لو شاء الله لأفكرك ولو شاء الله لأغناك طيب انا لما بفتقر كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يبقى مبسوط ان انا فقيل لا مبسوط ان انا فقيل ده هو ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ولو صبرت ربنا هيغير حالك تبقى من اغنى الاغنية وكتير جدا كانوا بدئين بعربية كشري والنهاردة عندهم خمسين محل كشري تعالوا بقى نشوف صداقتنا الاولى هنروح بها فين ابقوا معنا الله أكبر على ماسل كتاب كل الشرق ده مفوش مية وكلها ناس غلابة على قد حالها يكتفوكم شر الزل ما تبح وجوش هو هتتحوقوا لا مش عايزاكم تتحول اي حاجة وخللكم ملابقوا يكتفوكم شر الزل ما تتحوقوش هو هتتحوقوا لا مش عايزاكم تتحول اي حاجة وخللكم ملابقوا مش لاهي اكشف مش لاهي اي حاج والحمد لله علي الدين لربه بس ديه ضرير ما بيندرش ضرير مش بيندر يا باش واني زي ام انت شايفني بتعالي بتعالي الكلب تدعبني واجيني نقصة هنا في صدري والضغط بقى وماقدرش اخد نفسي ما اعبد عند الله من جبر الخاطر قال العلماء اقرب طريق يوصلك الى الله جبر الخاطر وقال العلماء من عاش جابرا للخواطر انجاه الله ولو في جوف المخاطر نحتاجين امي عشان الامي يبعد عننا وعايزين او عايزة سقف بنزل علي حشرات نستقف تعبين وعقارب نحتاجين امي امي يبعد عننا بندعب عبال مانجين بنزل علينا تعبين من فوق الجو وصيف طبعا والعقارب والحاجات اللي هي الحشرات احنا عايشين في جبال والامي يبعد عننا عبال ما بنملأ نقله نروح نجيب توكتك ونملأ نقله بياخد عليها 50 جناه تجين حد يعمل لنا عبارة مية عشان يطلع لنا مية نملة ونشرب منها مدي ايدك بالصدقة عشان ربنا يسترك مدي ايدك بالصدقة عشان ربنا يكشف كربك مدي ايدك بالصدقة عشان ربنا يشفي مرضك مش النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا اموالكم بالزكاة اللهم امنا يوم الفزع الاكبر يا رب العالمين واجعل لنا نصيبا من دعاء المساكين اللهم امنا اللهم امنا من الفزع الاكبر الله عليك الامان يوم الفزع الاكبر بالصدقة طب ازاي بالامان بل يوم الفزع الاكبر بالصدقة يوم الفزع الاكبر دا الشمس الواحدة يمدي ايده كده يمسك قرص الشمس احنا بيننا وبين الشمس هو يوم القيامة اللي هو يوم القيامة بينه وبين الشمس دلوقتي ملايين السنين ضوئي طيب ولما الشمس بتحمى شوية بيبقى الواحد مش طيق يدومه طيب اليوم من الايام هتعمل ايه وانت هتمدي ايدك تمسك الشمس تخيل حضرتك لو انت النهاردة سطرت الست دي وعملت لهم البير المياه اللي هم عاوزينه وعملت لهم السقف اللي هم اللي هو بنزل عليهم الشتاء كأن مفيش حاجة فوقهم جبت لهم بطنيتين عشان ربنا يدفيهم عشان ربنا يدف قلبك بالايمان لان هم هيفرحوا يدعولك هينبسطوا يدعولك انت هتيسر لهم امورهم وهم هيدعولك انت هتدخل عليهم السرور وهم هيدعولك يا اخي والله المشايخ دول بيتكلموا كلام ايه بقى دخل عليهم السرور سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل العمل قال سرور تدخله على مسلم ومن أفضل الرجالة ومن أفضل الستات قال أفضل الناس خير الناس أنفعهم للناس ليه متأخرش نفسك وحنا في أول يوم وإن والخير عشان ربنا يديك الخير إن والخير عشان ربنا يديك الخير شفت الست دي عاوزة وصلة مية ست دي وصلة مية ولسه الوصل عندنا بتلت تلاف جنيه عاوزة ساهمة في الساهمة بخمس تلاف جنيه عاوز سرير عاوز دولاب عاوز بوتجاز عاوز قنبوبة عاوز كل حاجة والراجل مسكين بتقول ما بينظرش ما بينظرش يعني كريم البصر كريم البصر يعني ما بيشوفش يعني هي هتسيبه ولا تروح باثنين كيلو عشان تملى مية ولا يقول ينادي هيعمل ايه لنفسه يبقى هنا البصر دي لازم يكتمل لها الحاجات بتاعتها والله وزيها خمسين حالة في البلد خمسين حالة كلهم عاوزين وصلات مية كلهم عاوزين اسقف كلهم عاوزين ان احنا نمهد لهم البيت عشان يعرفوا يقعودوا فيه عشان يعيشوا عيشة كريمة في اول السنة باذن الله طيب حضرتك يمكن هل مش جديدة عليك وعرف طريقتي انا لا انفصل عن الشارع ولا الوقع فانا في الايام دي ركزت هي الناس والسنة الجديدة داخلها وبنودع سنة من حياتنا هم كمان بيركزوا علي لايت فيه ناس مركزة بتقول يا رب رحمنا من الناس اللي دخلوا حياتنا وطلعوا كدبين وخينين وسرقوا عمرنا حد تاني بيقول الناس اللي بوشين اللي في وشك غير في ظهرك حد تاني بيقول الغدارين الانبال هو هو انا معرفش يعني هو الواحد لما بيشوف الناس دي مش ده نصيبه وقدر الانواع دي من البشر حضرتك موجودة الانواع دي من البشر موجودة وبعدين يعني هيجي يوم يتمنى الانسان انه ما قابلش الانواع دي ما قابلش الناس دي طيب انا عشان اتقي نفسي من اننا يقع في سكتي حاجة زي كده اعمل ايه انا اعمل ايه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالن انت ايمانك ويقينك في الله سبحانه وتعالى زي المصفة زي المصفة اللي هيقع في المصفة اللي في ايدك هيبقى على شاكلتك هيبقى على ايه على شاكلتك يعني لو كنت ربنا لو انت اتقيت ربنا وبتصلي هيبقى الناس اللي وقعوا في طريقك اصحاب المساجد اقعدت في الشارع ولا صليت ولا تعرف حاجة يبقى اللي هيطص فيك هيبقى شكلك يبقى انا اتقيت ربنا الاول اصف نيتي لله سبحانه وتعالى اربي ولادي على القرآن والسنة والمساجد والبر والمعروف واخد ابن معايا وانا رايح لعمته اخد ابن معايا وانا رايح لعمه ولابويا واخد لهم معايا حاجة عشان يعرف البر لو ربته الاعيال على كده يبقى مش هيخش البيت ده قال له الرحمن ويبتعد عنه الشيطان ابتعد عن الشيطان يبقى صديقي السوق مش جاي ليه بقى لان حضرتك هو جاي للساعة 12 لرب والظهر فاضله خمس دقايق بعد خمس دقايق بالضبط اقول له هتيجي تصلي هيقول لك لا والله اذا انا عند مشوار توكل على الله راح هيقول لك انا مش هروح للا بعد الصلاة هيجيه لوقت تاني يبقى برضو هيقول لك خلاص انا مش هروح له الا بعد الصلاة كلها يقول لك والله اذا انا هنام عشان هقوم اصلي الفجر يبقى منك فيك يعني ايه منك فيك يعني كيفما تكون يكن صديقك الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يبقى الاصدقاء اعداء لبعضهم الا المتقين بياخدوا ايد بعض ويروحوا عند ربنا سبحانه وتعالى اطلع شوف تقلنا الجاي ونرجع لكم مرتا يقبكم هنا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر هنا وفي هذا التجمع الكبير جدا في هذه العزبة في مطروح واثناء مرورنا على الطريق الدولي قابلنا المشايخ الكبار وبيتوسلوا الى مؤسسة فعل خير انهم عاوزين بير للمسجد احنا جاعدين على طريق سريع وعاوزين بير اممية في الناس عاوزين نتعدوا ما فيش اممية عاوزين نتبضوا وحنا عاوزين هنا يمحتاجين بير النهاردة اللي عايزي تاجر مع ربنا باب التجارة مفتوح اللي عايزي تاجر تجارة حقيقية لان افضل انواع التجارة انك تكاد تتاجر مع ربنا اللهم اجعل الدنيا في ايديكم ولا تجعلها في قلوبكم المسجد موجود ومش شطب ودورة المية موجودة ومش شطبة وما فيش مياه يبقى ايه فايدة المية ايه فايدة دورة المية وايه فايدة المسجد ومسجد زي ما احنا شايفين على طريق عام كل الناس تنزل وكل الناس تصلي فانت لما تتصدق لله ربنا هيتصدق عليك وانت لما تد ربنا ربنا هيتديك وانت لما تسطر الناس في الدنيا سيسطروا كالله لا محالة في الدنيا والاخر اللهم اجعل الدنيا في ايديكم ولا تجعلها في قلوبكم المقصود بالداوب داتك ان الدنيا تبقى في ايدينا وما تبقاش في قلوبنا هي اللي تبقى يعني احنا المتحكمين فيها لو بقت في ايدي هتبقى سهلة انما لو بقت في قلبي هيبقى الجنيه عندي احسن من كل حاجة القلب ده مكان سكن الله سبحانه وتعالى لا تسعوني سماوات ولا ارض ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم لكن يسعوني قلب عبدية المؤمنة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم اعلم انه لا تجتمع محبتي ومحبة الدنيا في قلب ابدا حبيت الدنيا يبقى انا مش موجود لا تجتمع محبتي الله هو اللي بيقول لا تجتمع محبتي ومحبة الدنيا في قلب واحد ابدا يا نادي عشان كده انا بنقول دايما ربنا يجعل الدنيا في ايدينا عشان تبقى سهلة وطلع الصدقة لان احنا في عام 365 يوم عام هيبقى طويل لكن عشان يبقى كويس وعشان ابدأوا بالخير يبقى لازم اعمل كده عندك كرب جاي بيه من وراء من السنة اللي فاتت عندك ضيق عندك هام عندك مشكلة في البنت عندك مشكلة في الولد عاوز كل داي يمشي يلا ابدأ مع ربنا سبحانه وتعالى من كان معه هم فليتصدق سيزهب الله هم من كان به مرض فليتصدق سيزهب الله مرضا من كان به قلق وهم وغم وحزن فليتصدق فليتصدق سيزهب الله كل ذلك بالصدقة لان صاحب الصدقة لا يقع لا يقع وان وقع يجد متكأ يتكئ عليه فلنبدأ مع الله سبحانه وتعالى بخير حاجات اللي احنا شفناها عندنا المسجد عاوز بير المسجد عاوز فرشة المسجد عاوز الدورة الماية بتاعته عاوز ازباكة المسجد عاوز معدات صوت عشان الازان وعشان كده حاجات بسيطة تخلي المسجد ده جنة واحنا دخلين على ايام الخير يا بختك يا هاناك ياللي تركب المركب معانا وتيجي عا المسجد ده وتقول المسجد ده انا هعمل له الحاجة بتاعته طيب حد بيشوفني انا وانت بيتكلم انت قلت الجملة كنت انا هقولها بس انت سهلتها علي وقلتها ان ما فيش حد ما عندوش هم ما عندوش حاجة ما عندوش تحدي ما عندوش مسئولية وربنا اللي بيعيني يا شيخ ابراهيم طبعا 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 في حد بيقولك انا الوحدي اوي انا شلت ايه لاوي وهو مكمل بقى يعني شلتها 23 و22 و24 حد ما ربنا يتطير عمره والده توفى ويعي لأهله والده والدي توفى والاخوة بنات مسئول اخت كبيرة وربنا علم بحلاوية اللي في الموضوع بتطير مرض وهو مسئول عن المصاريفه لأبو او امو او اي مكان دي مسئولية فربنا اللي بيعين لما ييجي الشخص ده يعني يبدأ يضعف يتصدق لازم يلجأ لباب ربنا لازم يلجأ هذا الرجل وامثاله الى باب الله سبحانه وتعالى لما يلجأ لربنا انا بقول سؤاله فما ظنكم برب العالمين طلبتك النهاردة النهاردة عاوزين مئة وصلة مية وعاوزين مئة سقف وعاوزين اربع محطات تحلية وعاوزين سبع مساجد عاوزين نبدأ فيهم ونخلصهم قبل رمضان باذن الله رب العالمين عندنا سهم في المسجد بخمس تلاف عندنا سهم في السقف بخمس تلاف وصلة المية بثلاث تلاف البير بثلاثين الف بتاع المسجد او بتاع الارتوازي البير سواء كان للمسجد او في مطروح يعني يبقى عندنا البير بثلاثين الف وكل الاسهم من نخيل لغير المسجد للسقف بخمس تلاف جنيه غير محطة تحلية سهم فيها بخمستاشر الف جنيه وهتروحوا في اي حده ابكوا معنا كات الفكرة اللي احنا طول الوقت بنتكلم مع بعض او مع نفسنا او حاجة شغلانة جدا عايزين الاول كده ناخد نفسنا ومش اقولكو نستعد لأ مش ده خالص ناخد نفسنا ونبقى بالراحة بالراحة كل حاجة ليها حل كل حاجة ليها العلم تقدم كل مشكلة ولها طريقة او تعبتي نفسيا او مريتي بالظروف وحشة او حصيتي بخزلان او في شريك ما تمرش فيه او في حد ما شفش تعبك مش قادرة تمشي على رجلك تعبانة مخنوقة مسؤوليتك بتزيد ما بتقلش كل العمال يخسر في الموضوع مش الوزنك بس جمالك وانتي كتير مننا بيمر بدا كيبتها لكو ببساطة خالص لأن اكيد كلنا شركة في ده وبنمر بي طيب فيه ست زكية جدا تيجي تقولك لا انا مش هنا انا هلف وهرجع وتكرر تعمل بوز والصوته يبقى عالي اوي تقيها هلفت ورجعت عملت ايه تبعت العلم في عوامل مساعدة بقت بتساهل علينا الطريقة معاي ومعاكم دكتورة سارة المهدي بنورني يا سارة الله يخليك بنورك وسانا انت طيبة وانت طيبة حبيبتي اللي انا قلت وده اكيد بيقابلك في حياتك لان انت اقرب من الحكاية صح ده حقيق بيجهولك متكسرين حد بيقولك انا نويت ابتدي وحدي تاني ابتدي بس مش عارف يحصل على نتيجة ويأس ده حقيقة خلاص هو يأس بقى عنده يأس وتملك منه مع الوقت الموضوع بيبقى أصعب ما بيبقاش سحل بتقولينهم ايه صار عايزة اقولك ان هو فعلا انتي المقدمة والانترودكشن الحلوة دي هي صح حقيقة احنا بنسمحها من بنات وستات كتير والخزلان اللي كلمتي عنه ان هو فعلا ممكن يكون كمان نتيجة حالة في البيت يعني انا في امهات كتير بتبعت لنا تقول ابني بنتي والسمنة في الاطفال والزيادة الوزن في الاطفال والتنمر بندخل بقى في سكة الحالة النفسية وانا مش عايزة روح المدرسة بيبتدي ما يذكرش ما بيهتمش بدروسه وفي مستوى العلمي يقل فتدمير لأسرة كاملة لحالة نفسية لبيت كامل الستات كمان اكتر والبنات المقبلين على الجواز انا كان عندي حالات والله انا بسمع الكلام يعني انا بعتليك انتي بتتأثري انتي ممكن انت عياطي لما واحدة تقولي انا كل الارسام بيرفضوني عشان انا زيدة في الوزن اصعبا اوفي يعني انا كل حاجة حلوة فيه وبرفكت بس اصلا هي مليانة شوية فدي اصطرت عليهم نفسيا جدا فبدل ما هم بيحسنوا من شكلهم من كام يوم او امبارح بالزبط او اول امبارح سامحوني لانا بطول وقت بشتغل بنت الفنان الكبير راح مطلع علي ممضح موافي ملينا سنة فلبسة فستان فرحانة زي كل البنات محدش اي مبروك غير من رحم ربي جه ايا كم تنمر على السوشال ميديا ليه كده ليه كده احنا الحالات دي لمسة كل بيت مصري مين ما عندوش حد زايد في الوزن في البيت احنا بنتجوز بعدها الحمل والرضاعة طبيعي بين زيت كلوات ما بنقدرش نتحكم فيها يعني انت بتاخدي بنوت بتخليها تدخل في معركة الحياة وفجأة بتدخليها في مود مش بتاحها احنا عملت ايه؟ احنا عملت ايه؟ انا مش مدركة انتي قلت كلمة صح في بنات لحد النهاردة بتعاني من ده وبتحكم عليها من شكلها دي حياة دي حياة يعني البنت نجحة جدا انا عايز اقولك انها مستوها العلمي والاجتماعي وهي كمان كشكلها هنسم وبنت طربية جدا مؤدبة جدا لكن تقولي انا تقدمي اكتر من عشر عرسان وكلهم اجمعوا على ان اصلها زيدة في الوزنة صحة ملينا وبتدت بقى ان هي بتواجه تعنيف من الاسرة مامتها بقى منتي طول الوقت تاكلي منتي طول الوقت تزيد فهو الجلات كمان بقى في البيت بهدلت اكتر بالظبط فهي عارفة بتقولي ايه؟ بقيت اقول ايه لأ تصف اي حد شايفني ان انا وحشة ومش حلوة بقيت بكل عند دخلت حرب مع الاسرة اه اللي مش عاجبه شكلي كده ومش عاجبه روحي ومش عاجبه كياني ونجاحي في المجالات الأخرى دفع نفسها بتدت انها تاكل عند بتقولي بتدت ااكل عند بقيت ازيد في الوزن عند يعني بقيت تعنيف ضد نفسها عايز اقولك ان هي كانت حالة انا هي اسمها سمر احنا اسمينا الفايس ريكورد بتاعها الاسبوع اللي فات من فريق طبي لان احنا طول الوقت الفريق طبي بيرد الصبح وبالليل ويانا 24 ساعة بعتها بتقول ربنا خليكوا ليها انا اخدت الارادة بغض النظر عن الكورس هو عبارة على الكامسولة واحدة بس هي اخدت الدفع من خلال الفريق الطبي قالولها عشان نفسك عشان تلبسي مقاسات بتحبيها عشان تشوفي نفسك في المراية تبق انتي على الالي كملت الصورة النقصة انتي بتقولي ان انتي نجحة وشطرة وامورة ومؤدبة وكل الصفات اللي احنا بنحلم بها موجودة فيك كمل الصورة لنفسك مش مهم العريس مش مهم هما المجتمع شايفك ازاي بس انتي احساس نفسك يعني البنت اللي هي الدكتورة اللي بتقولها بتقولها احساسك إلا ما بتيجي تنزلي تنقي مقاسات هدوم لا لا انا اصعب علي وقت ان انا انزل اشتري هدوم ليا اكتئاب ببقى طلع معياتها من اي محل في حل يا سارة طبعا طبعا وحل اللي عايز اقولك هو بديل فعلا عمليات الجراحية حل ناجح جدا عندنا قاعدة من البيشنت والمرضى اللي اتبعوا الكورس بكابسولة واحدة بس اولا هو مرخص امن ميكس من المواد الطبيعية امن على اللي عندهم امراض مزمنة ضغط وسكر التهاب المفاصل تكييسات في المبايض الاطفال من سن 12 سنة وكابسولة واحدة بس انا ما بنقولهمش لاني اكتر الناس البيشنت بيقعد يقولولي دكتور احنا هناخد كابسولة الصبح وبعد الضهر وقبل الاكل ونقط وشاي وعملي العصير ده والمرشوب الديتوكسي دايبقى في شنطتك لا 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 هي كابسولة واحدة بس قبل الفطار لمدة ربع ساعة بتشربي عليها 3-4 كبيات مية لان المنتجات فيه او المواد الفعالات الطبيعية محتاجة مية كتير وعشان بتكون حاجة اسمها جيلاتين بولك بتبقى موجودة في المعدة فالمعدة بيجي لها احساس بالشبع والانطلاء بتقول للموخب النيجاتف فيدباك ري اكشن شكرا انا شبعينة فافضل اطول عدد ممكن من الساعات عندي سد في الشهية شبع زيادة سرعة حرق حلوة جدا ودول اصلا لو التلاتة دول تزبطوا النتيجة بتبقى هيلة جدا وفعلا الجسم بينزل هيزوليك هي نتيجة فورية من اول يوم سد شهية كل الناس قالوا اه فعلا احنا من اول يوم خدنا الكابسولة حصينا فرق في سد الشهية والشبع ايه ده لأ ده انا عدت كتير او يا دكتور ما كلتش من اول اسبوع انقص في الوزن وفرق في المائز حلوة جدا عرض النهار ده ايه انا عايزة اقول لك بقى انا عاملالك يعني انا كنت مبسوطة جدا ان انا جايالك الحلقة اقولنا نعمل عرض حصي احنا عاملين كورس علي كورس عندنا كورسات كتير لانقص الوزن وكلها مرخصة من هيئة وسلمة الرجزاء وهيئة الدوائي المصرية كورس التلات شهور خصم 70% وكورس الشهرين خصم 50% وكورس الشهر الواحد خصم 40% حلوة اوي النهار ده بقى حصري على خصم 70% عليه كورس البشرة ده كورس البشرة بقى عن ايه سكراب للبشرة بنعمله مرة او مرتين في الاسبوع عشان علاج البطور السودة البجمنتيشن البقع البنية حب الشباب اصار حب الشباب او اللي عايزين نفتح او انوحد دونه البشرة بصابونه الطبان طيب يتواصلوا على الاركام اللي ظهرها على الشاشة في اي محافظة من محافظات اي محافظة النهار ده كمان على كل الكورسات سواء خصم 70% او خصم 50% او 40% الشحن مجانا على كل انحاء الجمهورية وكمان المتابعة مجانية طيب نبدأ ناخد التلفونات السبعي فتحها بسرعة ابي كده يا هالة مساء الخير مساء النوري حافظة عاملة ايه الحمد لله يا هالة ازاي حبرتك يا دكتر ازايك يا هالة عاملة ايه الحمد لله كل سنة وانتو طيبة وحبرتك طيبة انتي بقى دخل عشرين اربعة وعشرين عايزة تخصي ولا خصيتي لا عايزة تخصي لسه الحمد انتي كم كيلو اصلا وكم سنة انا اثنين وعشرين ووزني مية وخمسة وطولي مية وثستين احنا صغيرين خالص بس الجسم مش طغير خالص امم اللي وسايكل الوزني ده كده يا هالة بص اقول لك عن حاجة ان انا مثلا ممكن ما اكونش طول يوم واكل مرة واحدة في اليوم او مثلا ان انا اعمل رجيم واخص وبعد كده بصلاقين يروح راجعة تيني ابقى حمى نفسي من كل حاجة وبعد كده روح بقى راجعة واكلة كل حاجة امم عندها شراء للأكل بعد الحرمان نورتيني يا هالة ايه مشكلة هالة مشكلة تقريبا 80% من الستات والرجال والله قصة ان احنا نبضل طول اليوم حرمين جسمنا ونأكل ايه اول وجبة لنا في اخر اليوم اللي هو انا اساسا تباطقت في شرعة حرق الجسم وعودته على حرق معين بلاوس كمان انظمة الدايت فيه ناس كتير فاكرة ان انظمة التخصيص دي حاجة يعني اللي هو هي بتنقص الوزن انت بتعملي حاجة للجسم بنسميها في علم الطب بتندخلها مجاعة فبقى المخ بيترجم الست دي بتدخلنا خمس ايام في الاسبوع مجاعة وبتيجي تدينا يوم فري انا هخزن كل الدهون والسكر اللي هشوفه في اليوم ده فتلاقيها في يوم واحد زادت 3 كيلو اللي خستهم ويبتدي هو يقسم التلاتة كيلو يحرقهم تاني في الاسبوع البعد وبدليل قصة ان انا ثبت بالرغم اني ماشي على نظام ضايت وما بنزلش في الوزن صح دالي بيحصل تسمعيها كمبيوتر مخ مخ انت بتعاملي مع اخطر جهاز يعني مخ ده في بعض دكاترة التغذية يقولك لازم الابن داي عشان يبوز البرمجة دي هو لازم الابن داي يبوز البرمجة بس خلاص هو ضحكت عليه اول اسبوع مش هتتحكي التاني ولا التالت ولا الرابع خلاص بلوص ان انزمة ضايت كل دكاترة النيوترشنست التغذية العلاجية سواء بر مصر ورلد ويد والاتحاد الاوروبي كلهم بيقولوا ايه يعني في الجامعية الامريكية الاوروبية يقولوا يا جماعة انزمة الضايت هي ما هي غير اوكيجنالي ايه انزمة ضايت بلان ايه صح حاجة قريبة جدا لقى اي حدث قريب او بنسبة اندي فرحي ثلاثة كيلو سواري فاللي هو انتي بتفاجئيه وبترجعي تاني بتكلي كل حاجة لكن هو النظام اللي هو السنة النظام بأنجح نظام ضايت وهو الكيميات القليلة التلت تلتات اللي موجودة في الطبق خضار النشويات البروتين اه كربوهدريت نشويات لازم طيب تعالي انا وانتي نتكلم ان فيه جسم بيبقى ما بيحرقش من القلبين انتو الكورس عامل معا ايه احنا حتى الدهون الموضعية اللي هي فيه بعض البنات بتكي تولي البطن ارداف ارداف الكتاف منطقة السدر كل ده معانا في كورس اللي هو كابسولات الانسيلي ملوخص من الاربعين في المية لشهر الواحد بيحرق الدهون الموضعية حلو عندك مقاومة انسلين بنات كتير بالجنة انت عارفها هالة هالة لو ما انقذتش نفسها بالكورس وبتدي تاكل كل الاكل عادي ما تمشيش على عن انظمة ضايت لو كرب والكيتو انا عايز اقولك على حاجة والله العظيم فيه ناس كتير بتفرج عليها وعارفاني انا بعد الحمل والولادة والكلام ده كله زدت في الوزن فمشيت بقى انا بقى قلت لانا ده انا دكتور الدايت ده انا لازم ازبط نفسي بقى نيوتوريشن مشيت على الكيتوجينك عايز اقولك ان انا اصبت بدهون المرارة وحصوات المرارة الدهنية لاني انواع الحصوات في المرارة الجول بلادر بتبقى فيه السولت اللي هي بتبقى أملاح وبتبقى موجود الدهون نزول الوزن المفاجئ كون حصوات دهنية في المرارة وجالي كالك المرارة يلا بينا شوفي الحالات ده كان 89 كيلو دلوقتي بقى 70 كيلو هو نزل من وزنه 19 كيلو شهرين يا جماعة شخص تغير تماما شهرين الجمال ده بنتكلم في 85 كيلو وصل ل 65 كيلو يعني نزل 20 كيلو برضو في شهرين رجالة بس ولا ممكن ستة تعمل الجمال ده ستة او طب ايوة كد 100 كيلو 83 كيلو بنتكلم في 17 كيلو في شهرين عايزو قليك دي أرقام العملات الجراحية ما بتعملهاش الناس دي تحرمت من الأكل دي السرتيفيكات خالص بتاع تشهدت تسجيل منتج الغذائي بيقولوا بيها انه هو آمن بيجي داعتهم وان دايت ودايت لايف تقدروا تبعاتوا كل استفساراتكم كل كل رحلتكم انتوا بتعانوا فيها او عانيتوا فيها وتتكلموا معا دكاتر موجودين زي الورداء يعني الدكتورة سارة واحدة منهم بيحكوا تجربتكم دايما افخر انك صاحب تجربة اللي مش صاحب تجربة دا بقال لي ايه نقف ونقول انت ما فيش محاولات خالص هو دا قلت عايزو ارجع معاكي في جملة قلت لي ان ان الناس دي بتنزف الوزن وان كمياته القليلة دا معناه لو انت ضد الحرمان او الكورس ضد ان انت تحريم الجسم يعني من الاول ما بدأنا انا وانت مع بعض وانت بتأكدي ان الجسم دا جيناتك واوتوماتيكلي بيتدير يفهم ان ان في حرمان جاي خد بالك وده معروف وصدقتي تعيب بس قالك بقولك في دا كاترة بتقولك الابن دي مهم طب مام شاتتك عليه تاني وثالت وربع وانت من هنا بتعليني انت صاحبة فكرة احنا ناكل كل حاجة ولكن بكميات قليلة جدا هامل كنترول ازاي على الكميات القليلة هي دي بقى الكابسولة الكابسولة الناس اللي عندها نهم اكل السكريات وشهية الاكل على طول انا مفتوحة انا مبشوف الاكل يا دكتور انا ببقى شبعينة بس الاكل بيغريني يعني بنسمع الجمل دي انا بقول الجمل اللي اللي بسمحها المرضى عشان في ناس كتير بتقولها دكتور انا بصحى بالليل من نوم عشان اكل شكرتوية ده انا بحطها جنب على الكمود ببقى حاسة اننا اه يعني عارفة اللي بتقولي انا مقدرش قاوم شهية الاكل الالوان بتاعت الاكل بتغريني الزيت الجنك فود في ناس عندها ادمان الجنك فود صح دول عايزين لو اكله في البيت عايزين برضو الحاجات الكريسبي طبعا حتى لو في البيت مقليات يعني ماشيين الفرايز والكلام ده كله ده طبعا خطر جدا عايز اقوليك ان السمنة هي 80% من كل سبب الامراض المزمنة سواء ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الكولستيرول التراجلسترائد التهاب الكلا التهاب المفاصل خشنت الركباء مرض السكري ومقاومة الانسر كل ده سمنة والاورم والاورم صح الاورم مثلا فيه بنات بتبقى اتجاوزة وعايزة تخلف عندها ده كيس المبايد مشاركة تعمل تخيالي يعني انت حلم الانجاب بيتوقف على انك انت تعالج زيادة الوزن اللي عندك والسمنة نتيجة ان انت الدهون ترقمت في منطقة على المبيض عملت اكياس دهنية كان عندنا حالات والله بجد بالنوطة كانت قعدة 8 شهور تتعالج معنا نزلت 45 كيلو وبعد ما خلصت الدايت معينا الرشتة والكورس والانظمة الغذائية اللي احنا قلناها عليها حملت بعدها في شهرين حد بيقولك يا سهرة انا ما بقيتش ياسك في حد انا شخص بقيت اشوف كل الناس اللي بتبيع المنتجات دي او بتروج ليا بيكلموا خلص تردي عليه تقولي له ايه لأ وكمان المواد الكيميائي في ناس كتير تقول لأ انا مشيت على ادوية دكتور اللي جاب لي هبوط اللي جاب لي ارتفاع حد في ضغط الدم ختم النسر يلا اختار وزارة الصحة اللي بيقولك وبيقولك ان المنتج ده صحي طبيعي اي من 100% على حتى كمان مرضى الامراض المزمنة من دول اكتر ناس سنة انت تقول لهم هتزود علاج هتاخده او هتزود منتج بلوس انها منتجات طبيعية يعني كلهم يكتبوا المواد الفعالة دي ورايا ويعملوا جوجلينج عليها يعرفوا ان دي اعلى المواد الفعالة في حالات انقاص الوزن وسد الشهية زي الجارسينيا كامبوجيا هي صار عايزة تقول ان انتو ممكن تعملوا يصرش على الجوجل هتلاقوا ان اكتر الحاجات اللي بتنقص في الوزن دي وقت تأثيرا مكوناتها فيها اسمها هي ايه بقى الجارسينيا كامبوجيا الجارسينيا دي يعني هو ده عشبة منتشر جدا مساء العالم كله طح ونتجتها في زيادة سرعة الحرق وسد الشهية عشر اضعاف الجرين كافي وبرضو فيها الجرين كافي القهوة الخضرة فيها فيتامينات اي و سي و اي عشان دي مضادة للأكسادة بتحرق الدهون اللي دايبة في الدم ويتغير قشور الباسيليم وبعدين حاجات طبيعية عارفة لو حاجات من المطبخ لما نيجي نقول ليك كل برتقون برتقون مضر بصحتك لا طبعا وودف على كلها طبيعية وفاكها خضار فيتاميسي كمان مهيم شريتك شكلك طبعا كل حاجة في الوقت المناسب او في الحاجة الطبيعية بتبقى جميلة جدا بالضبط وبكمان مناسبة لا بالضبط لا والتركيزات كمان عالية يعني فيه ناس بتقول طب خلاص انا ممكن اجيب الحاجات دي من عند العطار وعملها انا مشروب طب انت هتخدي 1200 ميكرو برام من الباسيليم ازاي اه صح هتخديها ازاي كمانة كبيرة جدا وبعدين احنا عايزين الاكستراكت بتاعها اصلي تكنولوجي دي تكنولوجي دي كمم طرق تحليل ومنفاكترين وتصنيع يا جماعة زي ما بنيجي يجي لنا دوربرت بنبقى بندور على انتبيوتك أو بندور على اي حاجة فبناخد فيتامان سي كتير فاكيد مش بروح ناكل برطقان 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 اه لا ده انا عشب شوي وده غلط على فكري يعني زاادت برضو الجرعات خارج ان انت تبقي under prescription او كده دي بتعملك مشاكل لكن حاجات طبيعية وامنة ومرخصة فدي حاجة امينة للناس بتديهم طمعين من سن كم الكورس ده ايمن من سن الاطفال 12 سنة من سن البلوغ ايمن من 12 سنة من 12 سنة اعايز اقولك عندنا حالات اطفال كتير خاصت معنا في الكورس طوف وهم تمام احساسهم انا عايز اقولك ان نفسي تسمعوا الدعوات وتسمعوا الريفيوهات الاصلي في بنات برضو بتبقى متخوفة بتقول لي طب احنا هنرجع ازاي تعالي نشوف الريفيوهات اهنا هي الريفيوهات على هوا انا كنت 75 كيلو دلوقتي 70 وخاصت كده 5 كيلو بصي في اسبوع برافو في اسبوع حلو جدا الاسبوع الجاي نحاول يبقى اكتر يعني الموضح كده النهاردة ومش مصدق بجد 115 معقولة خاصت 5 كيلو ان شاء الله في اسبوع يعني يا 115 خاصت 5 كيلو ايش اطرد زي يعني هي كده ممكن بعد شهر تبقى 95 كيلو بالزبط اوكي انا بتديت اخذ الكورس من 11 يوم بالزبط خاصت في يوم 5 كيلو حقيقي مش مصدق نفسي الرقم الكبير اللي نزلته في وقت قليل واول مرة اصدق اي اعلان خاصة تخصيص بعد معاملتي معاكم وبعد تجربتي الرائعة ان فيه ان انا اخذ الكورس شكرا من كل قلبي وقلوب وبتايا يعني دي دايت لايف وان دايت الفيسبوك عندنا حالات كتير بتتابعنا على الفيسبوك وفي ناس بتكلمنا على ارقام التليفونية وبيعات واتساب وبيعودوا يسألوا على الحالة بتاعتهم يقولوا طب انا امن علي ان انا اخذ الكابسولة طب انا اخذ كذا كابسولة ودايما اكتر بيكلمونا طب ايه العروض ايه الخصومات يعني بنات بقى بتخش جروب بتعمل جروب هي وصحبتها ويجيبوا كورس فكرين بقى بالعرض يلا بينا النهاردة حصري عرض كورس التلات شهور هما تلات منتجات تخصيص كابسولات الاناسيليم والماجيك بوكس والفنيل عليهم خاصة 70% شحن مجانا في جميع جمهورية مصر العربية وكمان المتابعة مجانية وعليها هدية كورس البشرة دي كورس البشرة هو عبارة عن سكراب سكراب والصابونة اللي هي بتغسل بيها بشرتها كل ده في كورس التلات شهور خاصة من 70 كمان في المال انتي معايا يا صورة اني في في وقت من الاوقات بعض السابلمينت او بعض التابلس اللي بتتاخد اي تابلس بتتاخد بيبقى لها سايد افكت اه طبعا انتي معايا اني انا لازم ابصة على السايد افكت اللي انا بغدو معايا كي ايفن لو هي منتج في مواد كيميائي لكن لو ناتشل الانجريدينت بتلاقيه مكتوب كده اللي هي الاحتياطات مفيش اي احتياطات يعني حتى لو اي حد ده كويك او بيدقق فييعرف ايه هي سايد افكت ممكن يجيوه فهيلاقي ايه مفيش اي اصر جانبية يعني لو ما خسش هو ما نضرش لا ده هيخس على طبق بص احنا دايما بنتحدى لا ما خسش اي حلوة هيخس لاني انا فعلا مفيش حالة تبعت معنا احنا دروازي قعدتنا وصلت لمية الف حالة خستت مية الف حالة خستت عندنا كم بيشن بروفايل في قوضة في الشركة انا كنت روحت زيارة ليهم وبشوف بقى الكول سنتر والدكاترة وازاي بيتعاملوا مع البيشن قوضة كاملة بيشن بروفايل بيقولولي بيشن تهيستوري وتفتحي بقى الفايل تلاقي اسم البنت وعندها كم سنة وكمين عندها بيعاني من ايه وحكي القصة ومصوريني الواتساب شات بتاعها وحطينه في الفايل حلو جدا اكتر قصص ممكن تفاجئك يعني انت ببعانيك دكتورية تخزيها على جي اكتر قصص ممكن تسمعتيها حسيتي نسايا الناس تتأخرت في القرار ده طبعا اليأس في اي حالة دي بتضيقني اللي هو انت ازاي فقدت الامل اللي انت ممكن وإحنا كمال السوشيال ميديا رابطنا من بعض فشفنا حالات بتخش التابع وتلاقي ناس حالات ميقوس منها بتتحول تير نوفر اكتر ناس كمان اللي بحس بقى ان هما وسطوا اليأس اللي بيعمل عملية الجراحية بتفشل اكتر ناس بتدقين في نجوم مجتمع عمل وعمليات اللي هي الجراحية وارتفر ايه هي اسمها وفشلت ورجعوا لقوم زادوا في الوزن ده بيدي يأس لأي حد زاد في الوزن ده خلاص ده بيقولك عملية ما عرفش ايه وفشل ده رجع تاني تخن وبقى اسوأ من الاول وكمان ما تسيبش غير الاثار الجانبية للعملية فدي اكتر ناس اللي هما ايه دكتور ده عملية ده عملية وفشلت معقول احنا اي حاجة بسولها لا طبعا معقول لان احنا تاني بنقول ان المخ كمبيوتر ايان كان انت بتتعامل مع كمبيوتر لو عودت جسمك وعودت مخك وعودت الأجهزة بتاعتك والأعضاء ما فيش استحالة ما فيش مستحيل دلوقتي الله عليك بحب الجمل دي قوي اللي بيسهلها علينا يعني اللي بلاش نصعبها لازم نفخر بأي تجربة امنا بيها ولازم نعرف ان الطريق ده هيجي وقت وهيبقى فيه تجربة هتنجح فعليا العرض دي مرة تانية صار عرض خاص من 70% على كرس التلات شهور كابسولات الاناسيليم وكابسولات الماجيك بوكس والفينيل عليهم كرس البشرة هدية سكراب البشرة والصابونة كمان انبانيت بقى اللي بتبقى زايدة من 20 كيلو ل 10 كيلو وعايزين ينزلوا في الوزن عايزين بس يمشوا على كرس الشهرين خاص من 50% برضو كابسولات الاناسيليم والماجيك بوكس وعندهم الشحن مجانة النهار ده بقى عروض رأس السنة وبرنامج تفاصيل من فعش ربنا يخليك مرسية يا أبي وكرس الشهر الواحد خاص من 40% الشهر الواحد خاص من 40% هسأل سارة السؤال كده هو غني يا سارة احنا بالعروض اللي احنا عاملينها الناس بتدفع 10 الكرس ومش غالي خالص يعني السعر في مستوى ومتناول كل الناس انا مش هقدر اقول برايس لكن انا فعلا كم المنتجات اللي بتوصلك والهدايا بتقولي والله مش خسار يعني بسمحة دايما والله يا جماعة انتو انا في مرة واحدة بيشنت قالت طب دكتور وانتو الشركة بتكسب اكمل بتكسب بتكسب سقة الناس بتكسب لو انا هكسب جنيه واحد بس بكرة يا علو يا حبيبتي بكرة يا علو مفيش مشكلة يعني ناخد دلوقتي انا منجيب رجلك انا مالدنيا تتعلى طبعا طيب احنا معنا تليفون يا رؤى مساء الخير مساء النور كل سنة وحبك طيبة وانت طيبة يا حبيبتي سنة سعيد عليكو جميعا يا رب قوليلي يا رؤى تقربتك ايه خسيتي ولا عايزة تخسي لا عاوزة خس يا روح قلبي ايه لما انتقل في جسمك بتضييك البطن طبعا البطن بي مشكلة كبيرة وحاولت كتير اعمل يالا معيك الدكتورة صارة با اسأليها يا رؤى انتي زيدة كم كيلو الاول عام لقيكو سنة وانتي طيبة وانتي طيبة بصي انا طولي 155 تمام ووزني 95 حلو زي دي 40 كيلو فدول بقى محتاجانا الزلم عنديك كم سنة يا رؤى 6 عشرين طيب احنا زغنانين وسرعة تحرقانا كويسة جدا انا عاجبني بس الطاقة الايجابية للسطة يعني هي مستعدة طبعا وخصوصا بعد يعني ما بتابع الحاجات الجميلة اللي بشوفها من ريكيوز او كان حالات قبل وبعض بتعمليني باور اكثر ان انا احاول ان انا ااخد الكورس طيب بصي النهاردة في عروض حصري والحقي اللي لازم انت هتمشي على كرسي الثلاث شهور لانت محتاجة نمشي ثلاث شهور اقل حاجة هتخصيها في الشهر 10 كيلو من اول ازباع من ونص كيلو انت بس هتاخد الكابسولة قبل الفطار يا رؤى بنص ساعة تشربي ثلاث اربع كبات مياه ويسيب الباقي عالكابسولة عالكابسول باي رقم من الارقام وتوصل مع اي حزم الفريق طبي او على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف وطلبي العرض الحصري لبرنامج تفاصيل وقول لهم لو سمحت انا عرض الكورس الثلاث شهور وخصم 70% وتنسيش هدايا الكورس البشر نيشي تمام مرفيلي في يا دكتور ان شاء الله تبقى معنا بيشنت برضو وتعمل لك فايل كانت حالة خصت من كم كيلو وبقت كم هي دروقتي 105 كمان شهر هخليها تكلمنا برضو مرفي عليك وليلي بقى تاني العرض عشان نعيز اختم حلقتي اوكي النهاردة عرض حصري رأس السنة 3 كورسات كورس الثلاث شهور خصم 70% عليهم كورس البشر هدية كورس الشهرين البنانيت اللي زايدة من 10 كيلو 20 كيلو خصم 50% الشحن مجانة لكل الكورسات والمتابعة مجانية خصم بقى الكورس الشهر الواحد البنت اللي عندها زيادة دهون موضعية منطقة بطن منطقة أرداف 5 كيلو 6 كيلو حتى 10 كيلو هيبقى بس كورس الشهر الواحد هي كابسولات الأنساليم هتخذي كابسولة واحدة بس قبل الفطار بربع ساعة وشاب عليهم 3-4 كبات مية هتخصه بدون حرمان بكميات قليلة مع أأمن الطرق العلاجية بقى أقل تكلفة وأفضل نتائج فأسرع وقت لأن المنتجات مرخصة من هيئة وسلامة الغذائف نورتيني وشرفتيني دكتورة سارة المهدي خصائية التغذية العلاجية دايما اللقائج بيبقى فيه طاقة إيجابية وإحنا غالبا بنيبقى دايما محتاجين طاقة إيجابية بكذا كونو سلطينهاية حلقتي النهاردة ما عرفش الحلقة الجاية روح فين ولا ها قابل مين بس الأكيد هروح لنا الشبهنا بيدوروا في واقع وبدور جواهم استنوني كل يوم حد واثنين وأربع حرصادة البلدتو كانت معكم نهال طايل فأمن الله